اشتركوا في القناة 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 هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع وده اللي حيحصل للفترة اللي جاية ومن خلال هذا البرنامج ودايما أنا شخصيا بستفيد من وجود الكابتن هاني رمزي حضراتكو بتشوفوا كابتن هاني بتشوفوا بقية الناس وهي بتتكلم عن النادي الاهلي وسعادتهم وحبهم للنادي الاهلي مع النادي الاهلي ده بيعمله فرحة كبيرة جدا الصحف العالمية حنجيب لحضراتكو بعد شوي الصحف العالمية كلها بتتكلم عن النادي مش كلها طبعا ولكن كثير من الصحف العالمية المهتمة بالرياضة والمهتمة بكاس العالم النادي بتتكلم على مستوى النادي الاهلي كناش نتوقع ان احنا نشوف في افريقيا مارد كبير بهذا الشكل مش بقولي الكلام ده علشان ابرر شيء الهزيمة احنا نبرح كنا عمالين نضرب في مساكة التليفون رميته وكنا قاعدين انا وكابتن هاني وهاب والدنيا كلنا قاعدين كله بيرمي في بعضه وعمالين نخبط في بعضه ونزعق للعيبة ونعمل الكلام الطبيعي اهلوية وكل جمهار النادي الاهلي كان طبعا على عصابنا وكنا يعني الامل كان موجود حتى الشوط التاني كان مازال الامل موجود ولكن في النهاية في النهاية النادي الاهلي مشرفنا جدا 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 عمل نسخة رائعة الحقيقة واسباب الخسارة هنتكلم فيها في بعض الاخطاء اه في بعض الاخطاء بس مالش اكابت قبل ده اللي نبني عليه اه طبعا ما فيش شكل اه عشان بس ما ي ودايما بتكلم يوم ما بتكسب ويبقى الفرحة كبيرة جدا جدا تاني يوم بنقول ايه احنا قفلنا الصفح نفس الكلام مع الهزيمة بتبقى مرة شوية وتزعل شوية لكن الحياة بتستمر والنادي الاهلي مستمر والنادي الاهلي هنتكلم بالمنطق وبالموضوعية النادي الاهلي الحقيقة بيقدم مباريات رائعة في بعض الاخطاء لو كرة كهرباء جاء الجن هتفرق ضربة الجزاء والحكم حيفرق برس التقوحة تفرق فالامور ده التفاصيل الصغيرة الحقيقة ما كناش موفقين فيها ما كانش فيه توفيق لكن اجماليا لا احنا عندنا نادي عظيم وعندنا فرق عظيم وعندنا مدير فني عظيم وده اللي نبني عليه ان شاء الله الفترة اللي جاي هاخد من كلام حضرتك لما حدث من بعد المباراة انت قلت ان فيه مجموعة وهو ده اللي احنا كنا بنحضر منه لو حضراتكوا تفرجتوا عن اهلي في المنديال قبل المباراة بيوم بالليل بالليل كابتن هاني وانا كنا بنتكلم في هذا الامر تحديدا جماعة خلي بالكم من المندسين الغير الاهلوية بعد من لا يشجع النادي الاهلي دايما بياخدك في سكة ايه اه فريق منهار فريق منهار اه نهار يسود علي يعني منهار ازاي منهار عشان ما روح نهائي كاس العالم الاندية اللي هو يمكن معلش مع احترامي يعني يمكن الفريق اللي هو بيشجعه وينتمي ليه او بيرم عليه يعني يتمنى ان هو يعدي قدام كاس العالم الاندية مع احترامي يعني بتكلم اسف في اللغة لكن يعني بتكلم على نهاية دي تسع مرات في كاس العالم اربع مرات في النصف النهائي الامال والطموحات انه مش روح كاس العالم الاندية لا ده ياخد كاس العالم الاندية فالحقيقة الطموحات الكبيرة جدا وهو ده النادي الاهلي وما زلت عند رأيي جمهير النادي الاهلي عارفة بالزبط كل ما يدار حوالين الفرقة وكل الناس اللي تتكلم بلغة غير منطقية ومعروف الغرض منها ايه الحقيقة يعني وبرضو احنا قبل ما نكمل كلامنا منشستر سيتي بيهزم اراوة رد دايمونز الياباني بثلاثية نظيفة ويضرب موعدا مع فلومنينزي البرازيلي في نهاية المندي متوقع طبعا وانا كنت هستشهد بمباراة منشستر سيتي وراوة لانه اثناء وانت قابل تتفرج على المباراة شفت كم الاخطاء منشستر سيتي واحد من الافضل الكسب طبعا للنتيجة مفروض الجمهور المانشستر الراوي المبسوط بيها وسعيد بيها وكل حاجة ولكن على الجانب الاخر وانتا شايف ان فيه اخطاء واضحة يعني الفريق الياباني لو تقيل سنة كان عمل مشاكل كبيرة جدا خلي بالك الجنل يعني كان خلاص الشوت اللي هنا هي خلاص صفر صفر وكل الناس تتوقع مثلا قبل المباراة تقولك يعني اول ربع ساعة 2-0-3-0 بزا فخلاص منطق قرة القدم اتغير بشكل كبير جدا مفيش مفيش فريق في العالم تضمن انه هينزل يكسب كل المباراة احنا كجماهير النادي الاهلي منتمنى ده لفرقتنا مفيش شك لكن فيه اسباب كتيرة جدا وده بره الاعزار وده بره ان احنا بنشوف او بنعلق شماعات لا فيه اخطاء هنتكلم عليها في بعض الاخطاء هنتكلم عليها لكن في المجمل يعني تحية كبيرة جدا جدا نحية لللاعبين والجهاز الفني وانا مع كابتن هيني في هذا الامر وانا بالعكس انا عايز احييهم لعيب لعيب واول ما هيرجعوا هنقعد معهم ونشكرهم على هذا الاداء الرائع هنقعد مع مرسيل كولر ونشكره على هذا الاداء الرائع قد تكون هناك اختلافات في وجهات النظر ما بين انا ما كنتش عايزي لعب اكرم كنت عايزي لعب مش انا يعني هو عايزي لعب اكرم توفيق ومعظم او كثير من جمهور للالي مش عايزي لعب اكرم مش عشان اكرم وحش ولكن لانه عايزي لعب ديانج اللي هو ولكن في النهاية ايضا طب لو نظرت في المباراة السابقة ما هو عمل البطيخة اللي هي ايه اللي هو احمد حسن كوك يعني اللي هو احنا دايما نقول ايه انت بتهش تني البطيخة ومتعرفش ايه اللي جواها لكن هو المدرب الوحيد اللي بيبقى عارف جوه المطش ايه او هو ليه لعب احمد حسن كوك وده اللي تساعد فيها اه لما لعب احمد حسن كوك يا كابتن هيني ما دي النقطة بس مهمة جدا لما لعب احمد حسن كوك مصر كلها والعالم والدنيا طالعوا قالوا ايه عبقاري سلام عليك يا كولر يا عبقاري يا رائع يا جامد يا مش عارف ايه صح طيب اكرم يعني ايه واكرم عمل مباراة جيدة في اطار المطلوب منه جيدة فبالتالي ايه اللي حصل يا جماعة معلش يعني الراجل فكرة في دماغه عايز يعملها بيحاول يطبقها قد تصيب وقد تخطئ ده ده في عالم التدريب وارد في كل الاندية على مستوى كل المدربين العالم انت اما بتعمل تغيير في الخطة او بتعمل تغيير في الافراد انت لك لك رؤية معينة الرؤية دي قد تصيب وقد تخيب ده ده مليون في المية مش كل مرة حتصيب ولكن الاجمالي انا بتكلم على المحصلة العامة لا يعني عاملين مباريات رائعة عاملين يعني هو الشوط التاني بس اللي كان فيه شوية دفوهات مش كل مرة ماشي اتحسب الدربة الجزاء كل الكلام ده يضغير بيرسي تاو جاب جول كل الكلام ده يضغير كهرباء جاب جول كل الكلام ده يضغير حتى على الشكل التكتيجي والروعة في تلك فخلينا بس وقعين شوية وده ما بقولش تاني يعني ده فيه اعذار لا اه فيه عندنا اخطاء طبيعي جدا طبيعي جدا يكون عندك اخطاء على مستوى كل الانداف العالم عندها بعض الاخطاء ازاي نصلح ده هو ده اللي جاي ايوه ازاي ازاي اخل التالت ده كمان انا عاسب جدا ده خلاص يعني احنا بالنسبانا التالت دوت يعني اللعبة بتتكلم وجهاز الفني بيتكلم زي ما قفلنا الصفحة بعد ماتش الاتحاد احنا قفلنا كمان الصفحة دي ومركزين ان شاء الله ان احنا ناخد البرونزية ونكتب تاريخ تاني للنادي الاهلي الحقيقة زبط هو ده المطلوب يعني خلنا هو ده المطلوب الله ينقول عليك كبت عشان كده انا تحية كبيرة جدا جدا لجمهور النادي الاهلي اه مبارح توقعت ان يكون هناك بعض النقد لبعض اللاعبين والنقد لبعض لأداء الجهاز الفني ولكن مفجئتش ولكن لانه انا عارف جمهور النادي الاهلي كويسة لقيت ان الجمهور الاهلي مساندة كبيرة جدا جدا لكل اللاعبين او لمعظم اللاعبين او لكل اللاعبين والجهاز الفني يا كابتن هاني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كلها كلها على تويتر وعلى اكسو وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام الناس بتساند فرقتها جمهور النادي الاهلي بيساند فرقته ولكن انا ببقى عارف كده في بعض التعليقات لما بتكتب كلنا بناخد بالنا يعني ان هو ده مش اهلاوي مش مش اهلاوي ده انا غرض بغرض تشكيك يا جماعة والله ابدا ولكن انا عارف ان ده مش بيشجع الاهلي ده بيشجع النادي تاني خالص انا عارف التعليق ده ما يطلعش من وناس بتحط السم في العسل شوية وناس بتبقى عندها خلي بالك وهنا احنا بنتكلمش على جمهور الاهلي بس عشان نبقى واضحي انا يعني انا عارف انا واحد من جمهور النادي الاهلي ودايما بحس احسيس جمهور النادي الاهلي زعلت وضيقت جدا اه زعلت وضيقت جدا ولكن في نفس الوقت مش اللي هو الفرقة دي وحشة والفرقة دي ما ينفعش لا زعلانه انت فخور ومازال عندي ثقة كبيرة في لعيبتي ومازال عندي ثقة في مدير فني انا في اعتقاد الشخص ان هو مدير فني مشروع للنادي الاهلي لانه ما يقدمه كل الحياة مع النادي الاهلي في هذه الظروف النادي الاهلي يمكن كنت بتفرج على كابتن اسامة حسني كان مع الستاذ علاء عزة الحياة تكلم كلام منطقة جدا ان النادي الاهلي لعب او لعبت النادي الاهلي لعبت 26 مباراة 26 مباراة خلال 3 شهور انت بتتكلم لو يعني 20 مباراة مع النادي الاهلي في بطولات كثيرة جدا 6 مباراة مع المنتخب وما بينهم صفر كبير جدا تقريبا كل 3 ايام بلعبوا مباراة يعني 3 شهور بتلعب 26 مباراة لعبت النادي الاهلي صحيح في بطولة الدورة والكاس وأفريقيا وتسافر جنوب أفريقيا وتروح تروح السعودية وبعدين تروح للامارات وبعدين ترجع على مصر كل دوت في 3 ايام كل 3 ايام مباراة انا في اعتقاد الشخصي ده كتير جدا 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 على المجهود البدن برضو مش عزر ولكن انا بوضح الصورة الكاملة مرح اعطت انا استاذ علاء عزة بالنسبالي واحد من الناس الاخواتي لان استاذ علاء عزة يعني كان بيسافر معانا ايام ما كنا احنا بنسافر مع الاهلي فقعدنا اتكلمنا وهو قال لي اسلام تخيل ان في احد الكباتن وهو بيتكلم قالك بيقطع في نادي الاهلي يعني بيقول ايه بيقول ان ما بيسمعش الكلمة دي او الجملة دي في العالم كله ما بيسمعهاش غير في مدرب النادي الاهلي فقط لقى الاجهاد اللي حاليا كنت بتتكلم عنه فالاستاذ علاء قال لي انا حتى هطلع مع كابتن قسامة اقول انه يوم تسعتاشر ليفر بول ويورجان كروب بتكلم عن هذا الامر تسعتاشر اللي فات اللي هو من كم يوم ده ولا من كم يوم يعني قابله منشستر سيتي جوارديولا اتكلم على هذا الامر برضو وقال الاجهاد وانا هسافر وارجع واعمل حرام عليكو والتعمل فيك انه لا تهتمل باللعبين اللي انا ورعليه فده مع الناس دي اللي زي اللي بيكلم الحقيقة ان الناس دي ما بحبش ابوصلها ولا حب اتفرج عليها والله ده الاساس علاء اللي بيقول لي انا ما يعني بيقول لي يعني انت عايزك تطلع ترد وتقول وتتكلم وتتعرف انا بالنسبالي ماقدرش ارد على الناس دي لان دي ناس مش متابعة اللي بيحصل حوالينا ما تعرفش يعني ايه كرة قدم ما تعرفش ان كرة القدم اصبحت علم حضرتك بتدرس بقلك كم سنة في هذا الامر وغيرك 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 من المدربين بتدرسوا ازاي بتعملوا ايه عشان توصل ان انت تبقى مدير فني لنادي كبير بتعمل ايه علشان تقدر تقنن الاحمال فبالتالي الحاجات علم فما تبصوش على الناس دي يا جماعة الناس دي ناس ولا عارف حاجة ناس يعني ما تعرفش يعني الجهل العلمي ده يعني اعتقاد الشخصي جزء كبير جدا هو مش ما عندوش دراية كاملة ما يقرأ قبل ما يتكلم يعني قبل ما اطلع هي الفكرة هو مش عايز يقرأ هو مش عايز يعرف والفكرة نفسها ان هو عايز يتكلم على النادي الاهلي النادي الاهلي مادة دسمة في وقت معين حاطلع اقول علشان ايه علشان سوري يعني علشان موضوع التريند والفيور والناس يعني عدد كتير جدا من ناس يعني كل القصة دي معمولة لكن انا 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 على المستوى الشخصي عندي ثقة كبيرة جدا جدا ان جمالي النادي الاهلي عارفة بالزبط الناس دي اتغرضها ايه والناس دي معلش مع احترامي ممكن انا اقلب الآية طيب ما انت ما عندكش يعني هتتكلم معلش هتتكلم عن مين في مصر غير النادي الاهلي صح دلوقتي جمال يعني هتتكلم على مين غير النادي الاهلي النادي الاهلي بيلعب كاسعان النادي الاهلي مشرب مصر النادي الاهلي بطلق افرق شباب بالمناسبة فيرامدز كان بيلاعب سانداونز ايه اللي حصل واحد سفر سانداونز الأمور كلها الحقيقة بيزدنا فخر وبيزدنا ثقة في لعبتنا وجماهيرنا والإدارة ومجلس الإدارة ما يقدمه النادي الاهلي ما بتكلمش النهاردة أنا بتكلم على مستوى سنوات طويلة جدا 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 أرقام رهيبة النادي الاهلي بحقاها احنا من خلال الحلقة هنستعرض مع إسلام الناس اتكلمت ازاي على النادي الاهلي بعد المباراة يعني حتى المدير الفني بتاع فريق فلومنينسي قالك قدام فريق رائع كريم بن زيمة بعد المباراة قالك أنا أفضل أفضل فريق لعبته خارج فرق أوروبا وهو النادي الاهلي شانا اللي قلته على حضرتك ولا جمال انت بتكلم على كريم بن زيمة وبتتكلم على راجل دلوقتي ماسك المدير الفني المؤقت للمنتخب البرازيلي فولا أنا بتكلم ولا إسلام بيتكلم فما فيش حضرتك تطلع تقول اللعيبة دي ما تنفعش والفرقة وحشة واللعيبة تمشي يعني الأمور الحقيقة أنا بديه جدا بالكلام دا كابتن أنا ما أنا بدحك الحقيقة تعرف لما ببقى من جمهور الأهلي باشي جمهور الأهلي بتنرفز لكن أنا عارف ان دا مش جمهور يعني دول ببعض ما لايش يعني عارفهم بالاسم ان هم مش أهلوية بيشجعون هدي والله يا كابتن عارفهم بالاسم تعليقات اللي بتيجي دي بتبقى ايه تفضل تبشي وراء أنا فيش شوية تعليقات كده باشوفها بفضل ماشي وراء لو قطلب ما عارف يا فين فبلاقي الأكاونت في الآخر الرسمة بينه فوق من اللي بيشجع ايه المهم يعني فاللي عايز اقوله انه جمهور الأهلي واعي جمهور الأهلي هيوقف وراء فرقيته مهما حصل حتى لو لا قدر الله حصل حاجة ما عنديش مشكلة حننتقد وحنزعل وكل الكلام دا ولكن حنوقف وراء فرقيتنا وحنساند فرقيتنا انه الماتش اللي جاي ماتش تاريخي ماتش كبير عندك قروة فريق جيد على فكرة ليس من الفرق السيئة جدا لكن فريق جيد اقعد تفتكت برضو ان احنا هنتكلم وانا لما اتكلم انا وحضرتك اتكلمنا عن فلوملينز قلنا مباراة صعبة قلتنا كم مرة المباراة صعبة يعني احد الاصدقاء كان بعتلي على تويتر بيقول لي انت يا كابتن مش متفائل وبتقول ان المباراة صعبة دي مباراة سهلة قوي والله يا كابتن هاني قلتنوا لا والله بجد انا بتكلم من قلبي المباراة صعبة لما تيجي تتفرج وتشوف بعض ال او حتتصدق كلام عمرا قديب والكلام اللي بيتقال ده انه هو فريق مسنين وفريق مش مسنين طب حتشوفوا فرقة المسنين دي هتعمل ايه قدام في لومنينزي حنتشوف قدام مانشو السيتي هذا الفريق من احل احسن الفلع من وجهة نظري اللي بيقع الفلع بكرة على الارض او بيطلب كرة كويس او حتى تحت ضغط بيعرفوا يتصرفوا فخلي بالك ده فريق جيد واحنا اتكلمنا قلنا ده فريق جيد جدا ده انت قلت كم مرة اللي هنتكلم فيه تاني نقاط كان ممكن جدا يبقى النتيجة مختلفة كان ممكن كان ممكن ده ما فيش جدال ممكن جدا تبادر انت بالجوني الاولاني المباراة تتغير تماما الحكم كان ليه جزء كبير جدا والناس حتى تغيرت احنا هنا يا كابتن هاني في الاهلي في المنديال قبل المباراة بيوم او بيومين مع سابت وكريم ومع حضرتك كان كل كرة هنروح بيها مرتدة الشوط هل تفاكر الزب قال لك ايه هو ده سلحنا انك تستنى تطلع بكرة هتبقى فيه زيادة عددية لو خطفنا واحدة منها كانت هتفرجت لكن قدر لنا نشاء فعل على فكرة اكثر النادمين او اكثر اللي هندموا على هذه المباراة وكابتن هاني انا لسه كنت بحكي الكلام ده الاصدقائي فوق كنت بقول لهم ايه كنت بقول لهم ايه بقى ده انا وحمد حسن وحزم وانا الدجيل بتاعنا فاحنا كل واحد فيهم بسم الله ما شاء الله واخد لكشة بطولات حب كلنا يعني انا بقعد في اسطوب بقى حط رجل على رجل اقول لهم انا واخد اول واحد يدخل ميداليا برونزية لنادل اهلي في كلاس العالم الانداء وبقى ايه فهم ما انهم عملوا اللي عليهم وموتوا نفسهم وكل حاجة بس هو لما يقعد مع نفسه بالليل زعلان زعلان طبعا احنا مرنا بدوت في مطشات كتيرة جدا جدا على مستوى خروجنا من تصفات كس العالم مع المنتخب بيبقى الزعل بيبقى كبير جدا جدا على اللعيبة الحقيقة بيبقى يوم صعب بيبقى يوم صعب جدا على اللعيبة وخاصة لما بتبزي المجهود كبير جدا جدا تكون قريب جدا جدا انك توصل لمباراة تاريخية او المركز تاريخي وبيتحط في سجلك التاريخي ان انا لعبت نهاية كاس العالم لا هيبقى الاول اول لاعب وصل على النادي الاهلي الى نهاية كاس العالم وبالتالي هتوقت في وسط الشباب وتتفاشخر بقى برحفة تعمل اللي انت عايزه ولكن في النهاية الحمد لله اه الحمد لله عموما خلونا نغلق هذه الصفحة تماما من خلال هذا التقرير ودرجعني اكمل محضرتكم مرة تانية اغلق فريق الكرة بالاهلي ملف مباراة فلومنينس البرازيلية في نصف نهائي كاس العالمي للاندية من اجل التركيز على الاستعداد لمباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية التي ستقام مساء الجمعة المقبل بمدينة جدة السعودية استعدادات الاهلي بدأت مبكرا كالعادة للمباراة القادمة والمهمة للفريق من اجل المنافسة على ميدالية برونزية رابعة في تاريخ كأس العالمي للاندية بعد تحقيقه لثلاث ميداليات برونزية من قبل خلال مشاركاته الثماني السابقة في البطولة وشملت الاستعدادات تدريبات استشفائية للعبين الذين شاركوا في التشكيل الاساسي لمباراة فلومنينس الاخيرة بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات قوية لتجهيزهم للقاء ليكونوا ضمن الرؤية الفنية للجهاز الفني لاختيار اي منهم لبدء لقاء الجمعة حسب الرؤية الفنية للسويسري مارسيل كولر الذي يختار التشكيل المناسب بناء على جاهزية اللاعبين وقدرتهم على تنفيذ خطته التي يخوض بها اللقاء مارسيل كولر حرص على عقد جلسة للعبين اليوم للشد من ازرهم وتجديد الحوافز والدوافع لدى اللاعبين قبل مباراة الميدالية البرونزية حتى يكون هناك قدرة على المنافسة بقوة في اخر نسخة لكأس العالم للاندية بنظامها الحالي بعد تغيير النظام لتقام كل اربع سنوات بمشاركة 32 فريقا كولر يتحدث مع لعبي الاهلي في الجوانب الفنية حول الاخطاء التي وقعوا فيها خلال لقاء فلومنينس الاخير الذي كلف الفريق فقدان فرصة قوية في الصعود لنهائي البطولة كما تشهد استعدادات الاهلي حديثة مارسيل كولر عن نقاط قوة وضعف الفريق المنافس الذي سيواجه الاهلي في مباراة الميدالية البرونزية من اجل تحقيق الفوز والعودة بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ البطولة وهو ده اللي بنتكلم عليه إن شاء الله البرونزية الرابعة في تاريخ النادي الآلي هو ده الهدف وهو ده التارجد دلوقتي لكل اللاعبين وللجهاز الفني خلاص أفلنا صفحة المباراة أمام فلومنينسي لكن زعل فيه زعل بس ده على مستوى الجمهير اللعيبة لازم كمان تتعلم وده مهم جدا الغضب والزعل بتاعك ده اللي لازم ينعكس إيجابيا على المباراة اللي بعدها يعني فيه لازم يكون عندك هذه الشخصية يا إسلام صح إنك الزعل والغل اللي موجود قدامك ده لازم نشوفه في الملعب ده بقى بعيدا عن الخطة وبعيدا عن الأداء لا لازم نحس الغل اللي جوانا والزعل اللي جوانا لازم إن شاء الله يترجم المباراة اللي جاية علشان كمان هتكتب تاريخ يعني إحنا بنتكلم رابع برونزية في كاس العالم هذا الجيل كمان يستحقه خلي بالك خلي بالك الجيل ده لعب اتنين كاس عالم في سنة واحد يخليف شهر اتنين اللي فاتت كان فيه كاس عالم للأندية وقبل ما تنديه السنة موجود كاس عالم للأندية وبالتاني هو ده التارجت وده الهدف وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لفرقتنا كلمة حلوة أوي حضرتك قلتها دلوقت يا كابتن وعشان يعني إحنا عارفين الكلام ده أو شفناه عملي إنه عايزين نشوف التعب والزعل اللي بنسمعه من اللعيبة إنه هم زعلانين ومتدايقين وكده عايزين نشوفه في ملعب المباراة ده حقيق ده حقيق ده هي الكلمة الرئيسية في حلقة النهاردة وفي حلقات اليومين التلاتة اللي جايين دول غاية يوم الجمعة غاية يوم المباراة لأنه عايزين نشوف الزعل نشوفه في الملعب إنه إحنا إحنا نكسب قراءة صح هو ده اللي أنا عايز أشوفه بصلاح يعني وبعد كده إحنا كده كده لعبت النادي الأهلي دول حيبطلوا في عينينا كجمهور يعني ومسندين وداعمين وكل حاجة حلوة إحنا بنحبكوا جدا وكل حاجة ولكن عايزين نشوف الزعل ده في الملعب يوم الجمعة إن شاء الله عايزين ننتظر هذه الطاقة المتفجرة من الزعل ده يوم الجمعة في المباراة وبعد كده هنبقى نكلمكم على مباريات السوبر لست داخلين مع معاة تانية صحيح النادي الأهلي الحقيقة بطولات كثيرة جدا جدا وبيخرج من هنا يخش هنا والحقيقة زي ما قلت يمكن أنا بلتمس العز الحقيقة للجهاز الفني ولللعبين لأن أنا كنت لعيب عارف الكلام دوت يعني أنا لما كنت بلعب كنت بلعب كل أسبوع مباراة أو يعني بكتير أو كل أسبوع مبارتين على مستوى حتى لو كان في الدور الألماني لكن إن أنت كم هذه المباريات في كم هذه البطولات إحنا لنا الفخر إن إحنا عندنا النادي الآي الغد دلوقتي يشارس خمس بطولات العزر وده على جنب تاني ولكن إحنا كمان منتظرين الأفضل ومنتظرين دايما العودة ومنتظرين دايما زي ما أنت بتقول يا إسلام تحويل هذا الغضب والزعل إلى طاقة إيجابية إن شاء الله يوم الجمعة ونخش وإن شاء الله ربنا يكرمنا برونزية حنقفل على كاس العالم ونخش على بطولة السوبر وهكذا حنفرق وحنبسط وحنقبل لكم حفلة وحاجة حلوة ولطيفة وكل حاجة بس تدقوني تاني يوم حنقفل لإنه عندنا كاس السوبر بالزبط فبالتالي هذه هي الحياة أنا أقول سلافي دايما وهي الدنيا كده وهي الدنيا كده كمان خلي بالك النادي الأهلي كمان في وضع خاص جدا النادي الأهلي هو الممثل الأكبر لمصر الممثل الأكبر على مستوى سنوات كبيرة جدا على مستوى أفريقيا هو يعني الداعم الكبير جدا لمنتخبات سواء منتخبات ناشئين شباب أولومبي منتخب أول صحيح فأنت بتتكلم على منظومة إجاز التعبير على الشركة لها أساس من من سنوات ومن أجيال كبيرة جدا جدا وإن شاء الله دي العجلة دايرة إن شاء الله ومش هتوق عجلة دايرة وحتبضل دايرة وحتبضل طوف وحنبدل نكسب سبعين وحنكسر وإن في المية من المباريات وبعدين نخسر العشرة اللي فضلين في المية لما بنبقى وحشين ونطلع نساند وندعم هذه هي الحياة جماعة بالمناسبة لأنه هو جمهور النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء لو نجي نتكلم عن أي حاجة في أي حت في أي مكان في العالم بنتكلم عن جمهور الأهلي الأول وعند كده نتكلم عن أي حاجة تانية ولكن جمهور الأهلي هو الأساس في كل شيء جمهور النادي الأهلي هو الأساس في نجاح أي حاجة في الدنيا تخص اسم النادي الأهلي من ضمن التويتات اللي أنا كنت بقرأة تويتات كانت خالد بايومي من الناس اللي برضو خلي بالك يعني من الناس اللي هي يعني رجل محايد بيكلم بشكل لطيف أو نسمع كلامه الأسئلة التي تدور في دين كل ألاوة حالية بعد خسارة الأمس أتمنى أن تنتهي الفريق ومرسيل كولر مقبلون على برونزية كاس العالم تقريبا في نفس الإطار ليس معنى أنك أخفقت في التقاول إلى النهاية أن تترك مركز وميدالية تعني الكثير لتاريخ الأهلي منطقية في الكلام طريقة محتاجك ده إحنا على طول محتاجين الجمهور وخاصة أن الجميع لم يقصر كرة القدم فيها جذء كبير من الحظ لم يكن مع أبطالة أفريقية وإذا التوفيق منطقية في الكلام وليه إذا جبت كابت خالد بايومي تحديدا إنه كابت خالد ولا هو أهلاوي ولا هو معروف وينتقل بشكل إيجابي وشكل لازع في وقت من الأوالي وبنقرأ تويتاته صحيح كمان لما بيقرأ بعض التويتات أو بعض التعليقات الموسيقى للنادي أو لعبته على فكرة بيحب النادي أكثر يعني ليه أنت اللي أنت بتكتب أنت بتزود حب الناس للنادي الأهلي لأن هو عارف ومتأكد جدا أن يعني زي ما بقولي هو النادي الأهلي هو يعني الشجرة المسمرة الحقيقة ما حدش يزعل مني هو الشجرة المسمرة في كرة القدم المصرية مش بقول كده عشانا أهلاوي لكن دي الحقيقة النادي الأهلي بيشرف مصر في كل المحافل سواء على مستوى المحلي أو على مستوى العالمي فالجزء ده أنا متأكد مليون في المية أن الجمائر النادي الأهلي وعيه بشكل كبير جدا هتلاقي مصندة كبيرة جدا جدا من جمائر النادي الأهلي المطش اللي جاي هتلاقي مصندة كبيرة جدا في بطولة السوبر في الدوري في أي حتة هتلاقي مصندة جمائر النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله الجزء اللي بيكلم عليه كلها إحنا عندنا بس وقت للتحضير ده اللي بيفرق معنا جدا إحنا كان عندنا يمكن ثلاثة أيام زيادة لتحضير المباراة للاتحاد الشكل تغير المجهود البدني ومحدش يزعل ده أساس قرط القدم إن المجهود البدني كان ليه تأثير كبير ده اللي حاجة درسته تيأني عشان كده حاجة تكلم فيه والراجل معذور كمان يعني خلينا نتكلم بكل أمانة الراجل معذور في شيء من زي ما الأستاذ خالد بيومي بتكلم على جزء من التوفيق جزء من الحظ كان كل الكلام تغير في كورة بيرسيتاو أو كهربا أو ضربة الجزاء أو الحكم حتى ضربة الجزاء اللي تحصلت علينا أنا في وجهة نظري يعني ما بتتحسبش يعني تأكربة ما تتحسبش وبتاعت مرسله تتحسب كان الموضوع حتى على مستوى التحكيم كان فيه سوق توفيق الحقيقة يعني كل حاجة كانت مش هقول ضد النادي الأهلي عشان محدش يقول لي مش عارف ايه لكن كانت هناك بعض الأمور الواضحة حقيقة ضد النادي الأهلي في هذه المباراة منها حكم المباراة قال لنا قبل المباراة بيوم أشهدنا بيه كلنا طب قلت ايه حضرك قلت ايه وأنا قلت ايه أحسن حكم في العالم لم نختلف عن هذا الأمر ولكن هو لم يكن موفق هو ليس ضد النادي الأهلي بالمناسبة من هو ولكن هو لم يكن موفق كل قراراته كانت ضد النادي الأهلي في هذه المباراة عدم التوفيق كان واضح جدا كان ممكن فيه كورتين كده تدس على يعني يتاخد فيهم انذارات للاعبة فلومنينزي لما بيدوسوا على الرجلين بتبقى حاجات كده بين اللعبة وبين بعض مش ناس كتيرة حتاخد بالها من الحاجات دي لكن في مثل هذه المباراة لاسه انت بقى انت كحاكم واخد بالك من كل حاجة ولكن لنا ركل الجزاء لنا ركل الجزاء واضحة وضوح الشمس زي ما حضراتكو شايفين مش ممكن يعني مش هادة اسلام وهاني أنا آسف كل خبراء يعني خلينا نتكلم له على موضوع التحكيم أنا أنا سيبتون دلوقتي ليه يا كابتن ايه؟ مش محدش يقولك انتوا بتبرروا هو احنا ما بنبررش يعني نصدقوني احنا لما بنتلع نتكلم على بعض الاحداث اللي حدثت في المباراة من خلال اخطاء تحكيمية لكن بنتكلم كمان على اخطاء حصلت في الفريق بنتكلم على عدم استغلال الفرص بنتكلم على ممكن ممكن جدا نقفل بشكل افضل كان ممكن جدا نلعب بزون دي بينس ونطلع على الكاونتر اتاج زي الشوت الاوليق يعني ده مع ده لكن الصورة الكاملة لازم نبص عليه ضرب الجزاء واضحة جدا في اعتقاد الشخصي ضربة الجزاء اللي علينا يعني تديها اربعين في المية تتحسب وما فيش صورة للفار وما فيش رجوع للفار برضو علامة استفهم تانية انت بتتكلم على يعني يعني جزء كبير جدا عوريلك صورة الفار برضو يا كابتن عشان عشان تنشوفتوش مبارح فبارهولك النهاردة مش ممكن يعني جد والله انا حاجة غريبة جد فاحنا بنتكلم كده اولا من زعلنا احنا زعلانين طبعا ومتدايقين وكان نفسنا نقعد النهاردة نتكلم على المباراة النهائية ما فيش شك لكن ده لا يقلل من قيمة النادي الاهلي ده لا يقلل من قيمة اللاعبين وقيمة المدير الفني وقيمة الجماهير العظيمة اللي بتساند وحت تساند النادي الاهلي ان شاء الله ومناسبة كلام حضرتك خلينا نطلع نشوف ردود الافعال على خسارة النادي الاهلي مش على مكسب النادي الاهلي بالمناسبة هي على خسارة النادي الاهلي نطلع نشوف هذا التقرير عن ردود الأفعال بعد خسارة ريد الأهلي من فلومينينزي ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى رغم المجهود الكبير الذي بذى له اللاعبون والجهاز الفني لم يحالف التوفيق النادي الأهلي في الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 وودع حلم النهائي الأول في تاريخه بعد الخسارة أمام فلومينينزي البرازيلي بهدفين للشيء حالة من عدم التوفيق لازمت الأهلي خلال المباراة ضابطة للبرازيل وكم كبير جدا من الفرص السهلة الضائعة فضلا عن تحامل الحكم البولندي مارتشينياك على لاعبي الأحمر في الكثير من القرارات المثيرة للجدل وعلقت الكثير من الصفحات الجماهيرية والصحف والمواقع العالمية على خسارة الأهلي وتفريته في فرصة الوصول للمباراة النهائية وكتب موقع جول العالمي المباراة بين الأهل وفلومينينزي شهدت إهدارا كبيرا للفرص من قبل لاعبي الشياطين الحمر على مدار الشوطين قبل أن يتراجع الفريق بدنيا بصورة ملقوضة في الشوط الثاني واستعرض الموقع تعليقات عدد كبير من الجماهير التي انتقد الكثيرون خلالها الحكم البولندي وقال أحد مشجعين نادي النصر السعودي إن ضربة جزاء فلومينينزي مشكوك بها وكتب حظ أو فرد للمنافسة الشريفة وشكرا للأهل على ما قدمه لكن الحكم البولندي كان له رأي آخر فيما أعرب جورج إيغور معلق قناة TNT الشهيرة على مستوى الأهل المميز في الشوط الأول من المباراة وقال لو لعب الأهل في الدور البرازيلي سيرهق الكثير من الفرق كما ألقت العديد من الصحف العربية الرياضية الضوء على الدور الكبير الذي لعبه حارسو فلومينينزي في التصدي للكثير من الهجمات الحمراء والكم الكبير من الفرص الذي أهضره لاعب الأهل فيما ألقت صحيفة أس الإسبانية الضوء على المباراة مشيرة إلى أن ضربة الجزاء التي احتسابها الحكم مارتشينياك غيرت مصار المباراة لصالح الفريق البرازيلي نفسي أعرف ما تحسبتش إزاي لماذا لسه نفسي أعرف والله لسه زرحم فيها زرحم فيها لأنه كان ممكن يحسبها مش ممكن كان مفروض المفروض طبع ماشي أوكي هذا ليس تبريرا لأي خسارة لقدر الله ولا حاجة ولكن ده واقع حضراتكم شايفين وإحنا بننقله لحضراتكم ده كان ردود الأفعال يا كابتن هاني بعد الخسارة أرجع لكلمتك الأولانية من يومين ثلاثة أو في بداية البنامج لما قلت إن إحنا مجرد وجودنا في هذه البطولة هو ماركتنج كبير جدا لنادي الأهلي طبعا ما فيش شك أنت بتتكلم على كل المهتمين بيعني البرازيل كلها بتتكلم على أوروبا كلها عشان المنطقة موجودة أسيا كلها بتتكلم على قرارات كبيرة ويعني كل الصحف العالمية بتتكلم على النادي الأهلي وبتتكلم بشيء إيجابي يعني شيء إيجابي وبعض التلمحات ما بين قوسين إن كان التويتر اللي تلعت إن بعض الناس يعني ده مواطن سعودي قالك يعني في المنافسة الشريفة وكان للحكم رأي آخر علامة استفهام على دية لأن الناس كمان شايفة ولا أنا ولا أنت شايفين إن كمان كان خطأ تحكيمي قد يكون يغير يعني مصاري المباراة بشكل كبير جدا وبالتالي زي ما بقولك إحنا ما زلنا عندنا ثقة وما زلنا بنحب فرقتنا وما زلنا وراء جهازنا الفني وراء مجلس إدارتنا ما فيش حاجة هتغير أبدا من حبنا لفرقتنا بالعكس زي ما بقول في الأوقات الصعبة اللي زي ديت يوم الجمعة إن شاء الله تكون ردة فعل إيجابية وده اللي كلنا بننتظر ونحن يوم الجمعة إن شاء الله يا رب نضيف الماديليا لستة على ما أتذكر يعني رابعة الرابعة برونزية الرابعة برونزية الرابعة مش الستة يعني مساهد يا رب يمكن اللي جاي صعب أو يبرد آه 32 فرقة هتبقى مع معا آه إن شاء الله ربنا يكرمنا يوم الجمعة ونستطيع أن نفوز على هذا الفريق اللي حنتكلم عنه فنيا منفصصه خلال الأيام القادمة ولكن كالعادة خلينا نروح لزاملتنا نورهان تومان اللي حتكون موجودة معنا النهاردة علشان تقرمنا كل الأخبار الخاصة ببعتة النادي الأهلي وبكأس العالم للأندياء وبكل الفرق اللي موجودة في كأس العالم للأندياء نورهان إزايك عاملة إيه؟ إزايك كابتان إسلام وإزايك كابتان هيني نساء الخير عليك نساء النور عليكم وسعيدة جدا أننا موجودة معاكم لأول مرة فيه طبعا برنامج الأهلي في المونديال وسعيدة أكتر طبعا أن إن شاء الله إن شاء الله إحنا منتظرين إنجاز جديد للنادي الأهلي يوم الجمعة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يا رب إن شاء الله طبعا إحنا قبل ما نروح لأخبارنا بنتمنى يعني التوفيق للنادي الأهلي في مباراته المقبلة طبعا يوم الجمعة اللي بينافس فيها على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية أمام الفريق الياباني ممكن كابتان إسلام حضرتك إحنا قبلنا هيروشيما الياباني في 2012 و12 وتجلبنا عليه وكان فيه أيضا مواجهة في 2005 لفريق ياباني يمكن تاريخ النادي الأهلي أمام الأندية اليابانية يعني إلى حد ما يعني مش مفيش إخفاقات كبيرة ومفيش برضو أيضا انتصارات كبيرة ولكن إن شاء الله النادي الأهلي بإذن الله هيفاجئنا إن شاء الله ويحقق البرونزية الرابعة بإذن الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله دايما زي ما بقولك التاريخ ليه يعني ليه كلام تاني ولكن مباراة إن شاء الله يوم الجمعة زي ما بقول الزعل بتاعت اللعيبة لازم يكون لها إن شاء الله رد فعل إيجابي داخل الملعب وبإذن الله يحققه النتيجة جيدة وأداء جيد إن شاء الله الياباني على فكرة بالمناسبة الياباني زي الياباني زي ما أنت بتحب كده بتجيبه حاجة ياباني تعملي تحب تبقى أصيلا تقولي الحاجة الكهربائية دي فتبقى يابانية هو ده على فكرة مستمد من النظام أو عندهم عندهم شكل مميز جدا عندهم سرعات كبيرة جدا جدا لو بتكلمي على أي ده ميزة الفرق اليابانية عندهم التزام غير طبيعي تكتيكيا فإحنا بنتكلم برضو نتمنى أكيد إن شاء الله بإذن الله النادي الأهل يفوز بالبرونزية لكن حتكون برضو مباراة مش سهلة ليست بالمباراة سهلة ده حيليون في المية ومش زي فلومينينزي طبعا ولا زي التحاجة ده ولكن هي مباراة لما بنقول نجيبه عربية ياباني والله مش بحظر مدرسة مختلفة يعني مش عايزة أقولك يعني يزهق مش عايزة أقولها إزاي ولكن يزهقوك من كتر السرعات والالتزام بالأماكن ده ده اللي تقدر تكسب به بالمناسبة يعني النادي الأهلي يستطيع أن يفوز بهذه الطريقة اللي هي أكتر حاجة عندهم أو أكتر ميزة عندهم أقدر أنا كنادي أهلي أكسب بيها وهي الالتزام التام يعني ممكن ما يغطيش عشان هو ملتزم بوقفته في الناحية المين مثلا أنا عفاهم وجهة نظرك تفتيكيا ملتزمين جدا لدرجة ممكن جدا يبقى فيه أخطاء لو أنت فجيئتهم لو أنت فجيئتهم هي المفاجأة هي اللي بتلعب دور كبير اللعب الصريح اللي قدامهم والدخول في سرعات ده مش في صالحنا اللعب غير المباشر اللعب المفاجأة إن شاء الله النادي الأهلي لحاء نتيجة طيبة إن شاء الله نروح بقى طبعا لأخبارنا وأول خبر معانا الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في كأس الرابطة أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم إلى ربطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم وشرح الأهلي في خطابه الأسباب الموضوعية التي كانت وراء الاعتذار وجاء في مقدمتها تلاحم البطولات والمباريات حيث بدأ الفريق مشواره هذا الموسم بالمشاركة في كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم الذي شهد لقاءات متلاحقة كل 72 ساعة داخل طبعا وخارج البلاد ثلاثه بطولة الدوري المحلي بالتزامن مع المشاركة في دوري أبطال إفريقيا ثم التوجه إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى لتمثيل القرى الإفريقية في كأس العالم للأندية والتي تجرى فعليتها الآن وعقب الانتهاء منها بإذن الله يوم الجمعة المقبل يتوجه الفريق مباشرة إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري بنظامها الجديد لأول مرة كل هذا التلاحم أصاب غالبية اللاعبين بالإجهاد البدني والزهني فضلا عن الإصابات التي ضربت العديد من العناصر ومع كل هذا فقد سعى النادي للإستعانة ببعض لعبي فريق الشباب للمشاركة في كأس الرابطة لكن حتى هذا الأمر تعذر بسبب ارتباطهم بالمشاركة في المصابقات العمرية المختلفة وإصابة العديد منهم خلال الفترة الماضية كل ما سبق الإشارة إليه كان وراء قرار النادي بالاعتزار عن عدم المشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة في الموسم الحالي تاني خبر معنا الفريق ينهي ميرانو استعدادا لمباراة المركز الثالث أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميرانو الذي أقيم على ملعب التدريب ثلاثة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وذلك استعدادا للمواجهة القادمة لتحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية طبعا زي ما نعرفين بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية ويبدأ الميران بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق حرص خلالها على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المباراة القادمة وطالبهم بطي صفحة مواجهة فيلمونانسي البرازيلي والتفكير فقط في حظ الميدالية أو المركز الثالث والميدالية البرونزية ثم أجرأ اللاعبون ميرانا استشفائيا للمجموعة التي شاركت بشكل أساسي في لقاء الأهلي وفيلمونانسي البرازيلي كمقام اللاعبون بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي مرانا قويا أيضا لحراس الفريق محمد الشناني ومصطفى شبير وحمزة علاء ويواجه الأهلي يوم الجمعة المقبل طبعا فريق راوى الياباني بعد خسارته من منشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي انتهت منذ قليل كولر يعقد محاضرة فنية لللاعبين عقد مرسيل كولر مدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية لللاعب الأهلي مساء اليوم وذلك استعدادا للمباراة المقبلة لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وطبعا وحرص كولر على طي صفحة مباراة الأهلي وفرمننسي البرازيلي والتي أقيمت أمس على أستاذ الجوهرة بمدينة جدة وخسر النادي الأهلي بهدفين دون رد وبدأ الجهاز الفني للأهلي في الاستعداد للمباراة القادمة والمقرر إقامتها يوم الجمعة بإذن الله المقبلة وفد الجهاز الفني يحضر مباراة منشستر سيتي وأروا ريد الياباني كلف مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأول النادي الأهلي وفدا من الجهاز الفني للفريق بحضور مواجهة منشستر سيتي ضد أروا الياباني والتي طبعا انتهت زي ما قلنا بفوز منشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد كولر كلف مساعدي ساميغ أمسون وكارلوس برينجر ومعهم ياسين الميكاري يوم حل الأداء بحضور المباراة من ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة طبعا مارسيل كولر أيضا وباقي أفراد الجهاز الفني قاموا بمشاهدة المباراة بصالة الاجتماعات وفندق الإقامة حيث سيواجه الأهلي طبعا نادي أروا الياباني بإذن الله يوم الجمعة المقبل كوكا يخضع لجلسات استشفائية لتخلص من الجهاز قال دكتور جابالة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق يعاني من الإجهاد وأضاف طبيب الأهلي أن كوكا يخضع لجلسات استشفائية للتخلص من الإجهاد الأهلي يدعم لاعبيه بعد لقاء في الومنانسي نصق بكم يا نصور حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيسبوك على دعم لاعبي الفريق والجهاز الفني عقب الخسارة أمام في الومنانسي البرازيلي أمس في مونديال الأندية ونشرت صفحة الأهلي صورة للعبي الفريق والجهاز الفني وكتبت عليها نحن واثقين بكم يا نصور جائزة الـ 2.5 مليون دولار بخلاف طبعا إضافة ميدالية برونزية جديدة لإنجازات الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية إلا أن الأهلي يريد أيضا تحقيق أكبر استفادة مادية إذا توجه النادي الأهلي بالمركز الثالث بإذن الله بكأس العالم للأندية سيحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار في حالة الخسارة أما في حالة الخسارة لا قدر الله فسيحصل على 2 مليون دولار فقط كولر يستهدف إنجاز موسماني وجوزيه يستهدف السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي تحقيق إنجاز مونديال الأندية بعدما طبعا اكتفى بالحصول على المركز الرابع في النسخة الماضية بالمغرب ويسحى كولر لحصد المادية البرونزية لأول مرة في تاريخه من أجل معادلة إنجاز مانويل جوزيه طبعا الذي حصد برونزية وحيدة في عام 2006 وبيتس موسماني الذي توجه بنفس الميدالية في نسختين 2020 و2021 كما يبحث كولر عن انتصارها الرابع في المونديال بعدما حقق فوزينا في نسخة المغرب الماضية على حساب أوكلاند سيتي وسياتل الأمريكي ثم هزم اتحاد جدة في النسخة الحالية بخلاثة أهداف مقابل هدف واحد إنجازان ينتظران الشحات على صعيد البطولة الموجودية وعلى صعيد اللاعبين يبحث حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إنجاز تاريخي في مباراته المقبلة يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله حيث يبحث حسين الشحات عن تسجيل هدفا واحدا لكي ينفرد بلقف هداف العرب في بطولة كأس العالم للأندية ويتساوى الشحات حاليا مع محمد أبو تريكا نجم الأهلي السابق وسلم الدسري نجم الهلال السعودي برصيد أربع أهداف لكل منهما مونديال الأندية طبعا يعني إحنا عارفين أنه حسين الشحات ولازال طبعا إن شاء الله من الإمكان أنه يشارك بإذن الله في المباراة المقبلة وطبعا يحقق الإنجاز أيضا إذا أحرز حسين الشحات هدفا فيه لقاء الجمعة المقبل سيصل إلى خمسة أهداف ده هو ما يضع على عرش هدف العرب زي ما قلته لحضرتكم وهي تساوى الشحات مع السنائي ليونال ميسي ولويس سوارز الذين سجل خمسة أهداف في مونديال الأندية دفع معنوية قبل سوبر الأبطال بالإمارات لا شك أن البرونزية تمثل أهمية قصوى لفريق الكرة بالنادي الأهلي أما طبعا النادي الأهلي يسعى لرفع حالته المعنوية وحالة لعبيه المعنوية عن طريق حظ المركز الثالث قبل استكمال المنافسات التي تنتظره بعد نهاية المونديال وتبدأ منافسات المارد الأحمر بالمشاركة في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بالإمارات حيث شارك في السوبر المصري بشكلها الجديد أربع أندية وهم كل من النادي الأهلي ومودرن فيوتشر وسرميكا كليباترا وبرامتز وسوف يواجه النادي الأهلي نظير وسرميكا كليباترا يوم 25 الجاري والفائز من تلك المواجهة سيلتقي مع الفائز من بيرامتز ومودرن فيوتشر وتقام المباراة النهائية للسوبر المصري يوم 28 ديسمبر الجاري مارسلو لم أتعمد الحصول على ركلة جزاء أمام الأهلي والأهلي فريق جيد جدا أكد النجم البرازيلي مارسلو زهير أيصر فريق بليمونينسي البرازيلي أن النادي الأهلي فريق جيد جدا وتحدث عن ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه مؤكدا أنه لم يكن يتعمد ذلك أبدا وقال في لحظة ركلة الجزاء كنا نهاجم ولم أفكر فيما سيحدث فقمت بالمروغة وحصلت على خطأ ولم أفكر في الحصول على ركلة الجزاء في ليبيميليو احترمنا الأهلي ونجحنا في الرد على المشاككين أكد في ليبيميليو مدافع فريق فيليمونينسي المخضرم أن فريقه احترم النادي الأهلي جيدا لذلك نجح في التأهل لنهاء مونديال الأندية مشيرا إلى أنه ولاعبي فريقه ردوا على المشاككين بسبب أنهم فريق عواجيز وقال لعبته أمام الأهلي قبل سنوات وخسرنا ولكن فيليمونينسي فريق قوي نحن نحترم المنافس سمعت قبل المباراة أن البعض يتحدث عننا وأننا فريق شيوخ ولكننا حققنا الفوز السيتي رابع فريق إنجليزي يشارك في كأس العالم للأندية أصبح منشستر سيتي رابع فريق إنجليزي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها السعودية حاليا بمشاركة سبعة أندية ويسجل السيتي الظهور في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه وذلك بعدما حصد اللقب الأول في دور أبطال أوروبا بالموسم الماضي على حساب منافسه إنتر ميلا الإيطالي ويأتي السيتي رابع فريق من عمليقة البريمير ليج التي تشارك في بطولة كأس العالم للأندية حيث سبقه ثلاثة أندية وهم كل من ليبربول وشيلسي ومنشستر يونيتد رسميا هالاند وديبروين ودوكو خارج كأس العالم للأندية وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على خروج سلاسي نجوم فريق منشستر سيتي الإنجليزي رينج هالاند وكيفين دوبروين وجيرمي دوكو من قائمة فريق منشستر سيتي في كأس العالم للأندية بسبب الإصابة على أن يتم تعويض السلاسي بالسلاسي الشاب ماكس إيلان ومحمود وصوصوه وميكا هاميلتون دي كانت طبعا أخبارنا يعني أنا سعيدة جدا طبعا بالتواجد معاكم وسعيدة جدا طبعا أن أنا وجودة مع نجوم كبار يعني حققوا للنادي الأهلي كتير وشكرا لكم جدا نحن لنشكرك نورهان نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة بس هي قالت خبر الحقيقة لو إحنا كنا وصلنا للمباراة النهائية كان لك بقى خلاص تكسب بقى السلاسي الثلاثة أربعة ومعلن مش عارض وديبروين ودوكو يعني الثلاثة أجمد من بعض أجمد ثلاثة في منشستر سيتي فأنا شكرا جدا شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه الأخبار والمعلومات شكرا جزيلا خبر مهم برضو بيني وبينك يا كابتن يعني أن احنا نعرف برضو بس يزعل دلوقتي يزعل نحن نتفرغ عليه طبعا هم عندهم كمان عندهم مع معي أنت عارف المان سيتي في الأربع الأسابيع اللي فاته في البريميال ليج بيعاني كثيرا تعادلات كثيرة جدا عودة ديبروين دي الحقيقة هتبقى ضربة قوية جدا 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 في صالح المان سيتي في البريميال ليج فهو مش عايز أكيد يستعجل على اللعيبة يعني أكيد عنده أسبابه وهو استعان كمان ببعض اللعيبين الشباب يعني دايما بتبص على البريميال ليج بتلاقي لعيبة الحقيقة 17-18 سنة بيقدوا بشكل أكتر من الرعا ودي فرصة كمان أنه هو يدي اللعيبة الشباب دي فرصة كمان علشان يستعين بيهم أكيد في البريميال ليج طبعا لأن المباريات يعني فلومانينزي بالنسبة لمنشستر سيتي لن يكون مثل مثلا مثل لما تلعب ليفر بول ولما تلعب الدولة الإنجليزية يعني الأمور هتبقى مختلفة تماما لكن عندهم إصرار كبير جدا من أول مرة يروحوا كاس العالم وبالتالي عندهم إصرار دايما بيبقى استعادة مش هقول استعادة الثقة ولكن العودة تانية للانتصارات دي نسخة كاس العالم للإنجليزية بطولة هتقول لي ما لقيتش في الأجاب مش عارف إيه بتاعه بطولة يعني هو لما يجي بيحسب جوارديولة لما يجي يحسب البطولات اللي ليه بيتحط في الكسيفية طبعا بتاعه يعني ده من الحاجات المهمة جدا إنه هو بيشتغل عليها إنه هو مش رايح هناك بس فصحة لأ الراجل رايح عايز ياخد البطولة وحتبقى مباراة يعني أنا شايف هتبقى مباراة مصيرة الحقيقة يعني أكيد السادي ليه الأولوية ولكن كرت القدم فيها المستحيل لا تعلم أي شيء فيها المستحيل ما نتشوف إيه اللي هيحصل في هذه المباراة أنا عندي أحساب تشعوروا دلوقتي طيب حقولوا بعدين طيب الهولي في الفاصل طيب أنا مش ناقص خلينا طيب نروح للسعودية المملكة العربية السعودية مباشرة لزاملنا محمود شوقي مباشرة معنا على التليفون علشان نتطمن على أحوال بعتة النادي الأهلي وماذا بعد هذه المباراة وبعد الهزيمة من فلوما ننزي بهدفين مقابل لشيء محمود زكا حبيبي طمننا عليك الأول وطمننا على الفرقة الحمد لله رب العالمين زكا في الإسلام تحياتي ليكو تحياتي ليكو تحياتي ليكو نحن 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 كل مكان وصحيح الحزن كان بيخيم على البعتة كلها بشكل جبير جدا مبارح نعم وده أمر ضبيعي ويؤكد لك كمان على قمة الأهلي ومكانة الأهلي وسعي الأهلي دايما للتميز النادي حزينة عشان ما بيخققش الوصول لنهاء المندية المشي العكس فده يؤكد لك على الطموح الموجود لدى كل أعضاء البعثة لكن الحزن فلوما تتقفل مبارح لا تتخصد حين عرضة بفتمنى تريد كل التفكير وكل التخطيط للحصول على برمزية مهمة في مشكلة الأهلي اللي دايما بيترك بصمة مهمة وده النسخة الأخيرة بكثير عالم بشكله الحالي بعد كده قلاصة في غير المساوعة بشكل واضح التدريب النهاردة كان حماتي جدا خاصة بين اللعيبة اللي مشاركتش في المباراة بشكل واضح اللعيبة مشاركت في المباراة كان الأمور مختلفة شوية بعض الشيء كان فيه راحة لمعظم اللعبين مش راحة من خياب كامل من التدريب لأ كان كله موجود طبعا ولكن راحة بدنية طبعا زي ما احنا شايفين كده لهم الناس بتجري خفيف يعني لهم الناس اللي لعبت المباراة أكتر الجوة تكبير جدا يا كابتن الإسلام في الماتشين لتلعب في وقت قصير جدا مش عاود بقى يا جبايا اقتنع بالكلام ده يعني هو حر هقول لده مقتنع به واحضرقه أكيد فنيين أكتر من أي حد لسه كان الكابتن هاني لسه كنا بنتكلم في هذا الأمر وكابتن هاني شرح الموضوع من ناحية العلمية يعني احنا قلنا هنشرح الموضوع واحدة واحدة علميا علشان لجمهوري الآلي طبعا علشان يستطيع أن يفرق ما بين الإجهاد وما بين أن أنت تبقى عندك مباراة كل ثلاث يام أو كل يومين يعني مصفر ومرايح جاي وكلام من ده يعني أنا بتفضل القحافية انتقضت بشكل واضح جدا حتى كمان في حديثي مع مسؤولي في عدد الدولي وقدر قدر فيفا هنا في السعوداء بشكل واضح وكنت واضح جدا في كلام معهم أن الفيفا في ناكة عنصرية التعامل مع أبطال أفريقيا وآسيا وما إلى ذلك وتمييز بطل أمريكي الجنوبية وبطل أوروبر بشكل واضح هذا اللي حصل وده اللي احنا شفناه وعشناه مع هذه البطول عموما اللعايبة اللي ما شركتش خدت مران حماسي جدا كل اللعايبة عندها عمل في الظهور طبعا في مباراة تحديد المركز الثالث لكن اللعايبة اللي شركت مباراة كان فيه ريكافر بشكل كبير تجليد في الفندوق بشكل مستمر محاضرة كلها للنهاردة كانت محاضرة مهمة جدا صحيح ما كانش فيها كلام عن الفنيات بشكل كبير لان وقتها وقت المحاضرة ما كانش لست تحدد طرف المباراة آآ الاخير للأهلي لان حتى لو كان كل الناس متوقع عن بطل اليابان هو اللي هيواجه للأهلي لكن كلها ما تكلمش في أمور فنية تخص مباراة المركز التاري كل كل كلامه كان بيتركز على ضرورة الفوز بالبرونزية آآ يعني هيكون جدا من المؤهدين جدا ان انت تفتع على التحاج جدا المستضيف للبطولة بهذا الشكل الرائع وتلعب مباراة كبيرة خاصة في الشوت الأول أمام بطل البرازيل بات الشكل ثم تعود للقاهرة آآ بدون برونزية ده كان كلام او او ملخص كلام كونر مع العبين النهاردة حاول طبعا اخراج لعيبته من حالة الفوز المسيطرة عليه ومنذ قليل انتهت مباراة مباراة سيدة الزيبان تابعته والكالت تسميه ومسوان وبعد عضاء جهاز التباني كانوا متابعين المغرام من داخل الملعب محمود سؤال برضو علشان لجمهور الأهلي هل كان هناك او هل شرح كولر فلسفته في الدفع بأكرم توفيق انا عارف ان هو قال ان انا زهقان من الكلام على الموضوع ده وكل شوية تسألوني انا بغير امتى وبعمل امتى والكلام ده كله ولكن هل كان في فلسفة معينة قالها اه ده سؤال مهم جدا يا فتنسان اه بص يا فتنسان عشان بس كنت انتقادت كثيرا المهاردة خرجت الهجوم على كولر بشكل عنيد جدا بس اه اكرم اكرم توفيق عشان يكون صرحة مع بعض ووضحين بشكل كبير او اقرب الى الحقيقة والدقة بشكل واضح كولر كان هيلعب مباراة مباراة بارح بنفس تشكيل مباراة التحجد تمام وكل محضراته الاخيرة كانت بتكلم على ده لابد نفس التشكيل في وجود احمد كوكا لكن في يوم الموراء كوكا كان حدو حالة اعياء لحد ما ومنذ قليل دكتور احمد ده بله طبيب الفريق بيتلأ بشكل واضح ان فيه جلسات استشفاء خاصة لاحمد كوكا انا سألت احمد كوكا اثناء الخروج من الملعب بشكل واضح انت عندك اصابة يا احمد بشكل واضح اه ولا فيه ولا ولا ما عددش حاجة قال لا الدنيا مش مصبوطة شوية بشكل واضح اذا الراجل كان عنده اصابة كل الخاف من الدفع به اه وقال في المؤتمر الصحفي انه تعرض لوعقة صحية وبالتالي استبدله باكرم توفير اذا اه ده ده سهب الاول ايوه معلش برض السؤال التاني اه بقى كمل فضل محمود عدم جاهزية احمد كوكا بالشكل الامثل نخود مباراة مهمة زيدي اذا احنا كده بناخد معلومة معلش احنا اخد معلومة منك محمود انه كان من المفترض انا دائما احبش ادخل انا اصدر او حل انتم للا خالص خالص انا بناخد معلومات علش الناس تعرف يعني انا بنقول اه انا بنقول معلومات دقيقة وفقا للقرب من الاحداث الدافع باحمد كوكا كان عشان الليل اقولته ده وشرحته ده بشكل واضح تمام الشك التاني طيب هو من اللعب نفسه الشك التاني هو اه اكرم توفيق ولا ديانج ايوه اكرم توفيق ولا ديانج هل في هل في هل في مدرب نفسه يقصر مباراة زيدي بالتأكيد لا ده ده على مستوى الرأي اما على مستوى المعلومة فا اكرم توفيق خلال التدريبات الاخيرة كان من امياز اللاعبين داخل التدريبات اذا ما المانع من الدفع به اساسيا هو خلينا اقولك السؤال نفسه معلش مع احترامي يعني الناس اللي بتسأل والسادة الصحفيين الموجودين هو السؤال لما بيترح كده انت اولا بتقلل من قيمة اكرم توفيق على حساب اليو ديانج يعني بيبقى فيها فيها نوع من انواع طب يعني انت ملعبتش ليه بأليو ديانج مكان اكرم توفيق ده بيديله احساس ان اكرم توفيق او اليو ديانج افضل يعني خلينا الحتة دي بالذات اسلام بس اعايز اقولك عليها حاجة يعني انت لو لو النتيجة تاني بقول لو النتيجة كانت اختلا في والنادي الهالي كسر هيقولك والله بص الراجل عمل ايه وبص لعب ازاي اكرم في نص الملعب مفاجئة بالنسبان انا يا كابتن هاني معلش يا محمود خليج انا انا اقولك يا كابتن هاني اتناقش معانا يعني ان انت راجل صحفي والاسئلة اقولك في النقطة دي تحديدة يا محمود ونتناقش فيها احنا التلاتة وهنا الناس اللي بتيجي تتكلم برضو او جمهور الاهلي لما بيجي يتكلم يتكلم على شمانة ديانج وليس تقليلا من اكرم من اكرم ولكن لانه ده مكان ديانج اكرم احنا ما شوفناهوش الفترة الاخيرة في هذا المكان وبالتالي جمهور الاهلي بيشاور على ديانج صحيح ديانج كان احنا بنقول ديانج من اول ماتش احنا كنا كل الناس متوقع عن ديانج اللعب اساسي مثلا بقوله حقيقي او انا عارف ان حقيقي فهم الكلام ده كويس لكن انا قصود اقول انه الناس بتشاور على ديانج تحديدا لانه ده مكانه ما شوفناش اكرم بيلعب في هذا المكان هي دي الفكرة سوز بحمود طب اكتل اتلام اكتل اهاني رمزي قال فكرة مهمة جدا لازم اتوقف قدامها انه لو المباراة اللي انتهت بفوزي الاهلي كان هيتقال كلام تاني انا اقولك ما ايه كلمة كان هيتقال بالحرف الواحد بشكل واضح كده او احتوش بالضربة الجزاء هالصحيحة والمؤكد وانا انا اكلمك على الهاتف كمان شوية لكهرباء ولو اه هناك توفيق في بعض الفرص السهلة اللي وتيحت لفرقنا كان هيوصف كلر بانه اه اعظم مدرب في فكرة المفاجآت في التشكيل الداخلية زي ما عمل معكوكا في المباراة الاولى كان هيتقال انه عمل خبطة قوية في المباراة التانية بالدفع لأكرم توفيق الذي لم يكن في الحسبان على الاطلاق ده لك انا هيتقال بالحرف الواحد واكتبلك على ده لكن انا شرحت لك الاسباب عدم مشاركة كوكا الدفع لأكرم توفيق اصلاحات كلر وموقفه من مثل هذي التفديلات ده على المستوى المعلوماتي اعاوز اكلمك برضو عشان الوقت ما يسنعناش فكرة ضربة الجزاء الظلمة البعض برضو متوقف مهاردة قدام الفكرة دي انا مبالح بقول لحضراتك بشكل واضح ان ضربة الجزاء اللي لم تحتسب في مباراة بطل البرازيل كانت حديث الجميع هنا في السعودية ليس هناك صحفي عربي او اجنبي الا ما توقف امام هذه الضربة غير المحتسبة كل الناس مجمعة هنا قال ان اهل تعرض لظلم في ضربة الجزاء وكان من الضروري والواجب ايوا تدخل الفارد بهذه اللقطة تحديدا ده بقولك اجماع حالة اجماع من كل وسائل اعلم الموجودة هنا في جدة البعثة كلها برضو مبارح كاز مندهشة جدا لما شافوا الفيديوهات بتاعت اللقطة بصراحة يعني في حد اندهش شديدة جدا مع عدم احتساب تعرف يا بحمود احنا شوفنا النهاردة كنا بنتفرج على حد كان بعت لنا لقطة يا كابتن هاني بس ما ينفعش نزحة طبعا عشان جوه الملعب فاللقطة دي جاي حد مصور ضربة الجزاء الصحيحة للنادي الاعلالاتي لم تحتسب من المدرج تحت وقف تحت قريب جدا قريب جدا مظبور يا نهارا بينا ان هي دي اللقطة تحديدة دي اللقطة تحديدة ان انا باستند دي اول انا باشرح لك عليها كل البعثة وكل الماس هنا شافوا اللقطة اللي حضرت دي الكريم عليها دي مش لقطة تانية بالمناسبة لقطة فاضحة طبعا دي فاضحة دي وطحة لقطة فاضحة موجودة من المبارح بالليلة تاتة الاسلام وتقريبا لف الجدة لف الجدة كلها تقريبا يعني كل الناس هابتتتكلم على اللقطة اللي جريم حدش يجي يقول لي بقى انه لقى اللي خسرت مين فرابة الجزاء لا فيش حاجة اسمها في الكرة كده في حاجة في الكرة اسمها دي الحاج الاول وبعد كده بحسبنا على فكرة ممكن تحتسب ضربة الجزاء والضيع مثلا يعني او لقدر اراد غلب برضو مش قصة يعني بالضبط 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 الحمد لله الاهلي يترك بصمات رائعة في كاس العالم كلما شارك في هذه البطولة المهمة بإذن الله يختتم المشوار ببرونزية جديدة تضاف لسجل حافل من الانجازات كلر مدرب عظيم روجة نظري اللي محدة عاوز يختلف فرحته ادارة الاهلي وافرت كل شيء انا لا اختلف في هذه البطولة البعثة ما شاء الله عليها البعثة بتضرب المثل في الالتزام والانضباط بالشكل العام اللي بعبر عن قيمة الاهلي ومكانة الاهلي بانتباعات من هذه البطولة فيما يخص النادي الاهلي كابتان اسلام تحتمل في سؤال الاهلي لا تمام يعني بنشكرك شكرا جزيلا وبأكد على كلامك يعني كمان صورة النادي الاهلي العظيمة حتى على مستوى رئيس طبعا رئيس الفيفا عن فانتينو اللي بيقول ان هو دايما بيشوف النادي الاهلي بطل واداءه اداء بطولي ويبقى سعيد جدا لما النادي الاهلي بيشارك في بطول الكاسة العالمية دليل اخر على وصول النادي الاهلي العالمية الحقيقة واحنا وانت محمود وكل جماهير الاهلي المحبة للنادي الاهلي في ظهر فرقتنا ان شاء الله يوم الجمعة وظهر فرقتنا دايما وابدا يعني ان شاء الله يتوج هذه المجهودات ان شاء الله بالبرونزية الرابعة في تاريخ النادي الاهلي محمود بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا كالعادة شكرا 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 جزيلا لزمينا محمود شوقي من السعودية ومن جد الحياة والكلام ومعلومات مهمة جدا 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 هذه معلومات هذه معلومات حضراتكم من السعودية مباشرة حضراتكم اهو علشان يعني نبقى عارفين كل البراءة هو الاسئلة اللي كانت واضحة بعد المباراة والراجل اجاب حتى لو حداك مش مقتنع وانا مش مقتنع ولكن لازم اسئلة الجمهور تطلع للجمهور ما فيش شك ولازم يتعارف برضو الجزء الجزء المستخب فين يعني والراجل قالك اول ما تسأل السؤال ده قالك على فكرة انا القريب من اللاعبين وعارف حالتهم من مية في المية وكوكا كان بيعاني من اجهاد وخرج المباراة اللي قابليها كمان عنده اجهاد ومحمود سأله سؤال مباشر اه ومش عايز اجازب بيه السؤال المباشر كان ممكن جدا يكون موجود في المباراة مش تقليلا من اكرم طفيل ولكن يعني الناس اللي بتتكلم هو كوكا ملعبش لي او فخلينا تكلم دي جزئيات المدير الفني هو اللي عاربها وخلي بالك هي بتتوقف على النتيجة انت لو النتيجة مختلفة هتشيد بيه لو النتيجة يعني سلبية هتقول طب هم كان لعب اليو ديانج ولو هم لعب اليو ديانج و اليو ديانج ما وفعش يعني هي كلها عملية جدلية بشكل كبير جدا لكن الاقرب للعبين والاقرب لحالة اللعبين هو المدير الفني هو اولا واخيرا هو اللي بتحاسب يعني هي دي القصة يعني انا برضو الحقيقة شايف ان مباراة انتهت لو حتى كنا كسبنا وصلنا المباراة كنا هنقول لحضراتكم اقفلوا الموضوع ده الموضوع انتهى وخلينا نتكلم في ما هو قادم فبرضو خلينا نتكلم في ما هو قادم والمباراة القادمة المباراة المهمة جدا والتاريخية بالنسبة لهذا الجيل من اللعبين هذا الجيل من اللعبين استحق ان يسطر اسمه بحروف من دهة بالحقيقة في كتاب النادي الاهلي او في كتاب تاريخ النادي الاهلي هذا الجيل من اللعبين عمل ومازال وسيظل يعمل دائما لصالح النادي الأهلي ومرسيل كولر من المدربين اللي حنفضل وقفين في ظهره لأنه هناك قناعة كبيرة جدا من عدد كبير أو من السواد الأعظم الحقيقة من كل جمهور أو معظم جمهور النادي الأهلي في قناعته بهذا الرجل زي ما كابتن هاني قال لو كان الدماغ بس كهرباء عملت كده شوية ودخل الجنوة لابيرسي تول كان الموضوع اختلف كان الموضوع اختلف والعبقرية والمفاجآت الرائعة والحاجات الحلوة ولكن هذه هي كرة القدم خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نستكمل فقراتنا أو أولى فقراتنا مع النجم الكبير أو نستقبل في أولى فقراتنا النجم الكبير كابتن أحمد عادل عشان نسأله فيما يخص الأمور الفنية في المباراة في لومنينزي وفي مباراة أوروة الياباني نطلع فاصل وبعد فاصل كابتن أحمد عادل ترجمة نانسي قنقر 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 أنا سعيد طبعا أن أنا موجود مع قامتين كبار في الكرة المصرية وعلى مدار التاريخ الكرة المصرية حاجة أنا تشارك بها منورنا أبو أحمد وأنت واحد من اللعيبة المميزة جدا في تاريخ النادي الأهلي وعايز أخذ رأيك في جزئين الجزء الأولاني كمشجع وإنت بتتفرج على المباراة فيلماننسي وكلعب كرة وإحساسك باللعيبة داخل الملعب خاصة في التباين الواضح ما بين الشوت الأول والتاني خلينا وقعينا كابتن هاني أن دايما لعيبة النادي الأهلي وده اللي أنا بتكلم فيه دايما هي محطوط عليها الضغوط كبيرة جدا الجهاز الفني الإدارة ودايما بتكلم عن لعيبة النادي الأهلي إنهم حطوا نفسهم في الوضع هذا إن انتوا رفعتوا سقفة مح جماهير النادي الأهلي يمكن الحزن الشديد إن انت زعلان إن انت هتروح إن انت ما لعبتش فينال فينال كاس عالم الأندية من أفضل بطولات اللي بتلعب في تاريخ كاس العالم أعتقد إن دي حاجة إيجابية وبتسعدني أنا شخصيا إن خلاص إن مكانة النادي الأهلي أو الجيل الحالي للنادي الأهلي حط النادي الأهلي في المكانة دي لكن برضو اللي عايزين نوضحه للناس إحنا رحيين نلعب تاريخ ورابة رحيين نلعب على طولة كنا محققينها بل جدا هي مش غريبة عن نادي الأهلي وده كان إنجاز في حد ذاته إن انت تتحقق برونزية فأعتقد إن أنا سعيد بأداء النادي الأهلي على مدار الفترة الأخيرة بالكامل سعيد بالمكانة اللي واخدها النادي الأهلي سواء في كاس العالم الأندية أو كأفضل نادي في أفريقيا أعتقد إن الأداء أنا سعيد بيه جدا برغم الخسارة أخر مباراة لكن استراتيجية الراجل أو سيستم لعب الراجل مطمن بشكل كبير جدا للمباراة اللي جاية إن شاء الله طيب التباين زي ما كابتن هاني قال ما بين الشوت الأول والتاني الناس كلها مستمتعت بأداء النادي الأهلي في الشوت الأول الشوت الثاني أنا شايف إن في بعض الفترات النادي الأهلي كان هو الأفضل وهو الأحسن من فلومننزي ولكن في النهاية نتيجة صفر فإن اللي حصل أكيد يا كابتن إسلام حتة إضاعة الفرص يمكن إضاعة الفرص هي دي اللي بتفرق بشكل كبير جدا حتى مع التلت الأمامي للنادي الأهلي وده ظهر بشكل أكبر في مباراة التحاد جدة متوصلت بست فرص قدرت إن أنت تحقق ثلاث أهداف لكن أعتقد إن نفس الفرص برده أتيحت وده شغل الراجل يمكن شغل الراجل إن هو بيلعب بطريقة خططية أو استراتيجية لعبة أو بيلعب بتنظيم دفاع وبيلعب على كونتراب تاكس أو بيطلع على البرستاء أو حسين الشحيت أو تحرك كهرباء زائد إن إمام عشور بيعمل ازيادة العددية من نص الملعب أعتقد إن ده دايماً بيضي الأفضلات لنادي الأهلي لكن حتة إن أنت تضيع فرص دي بتاخد منك معنوياً شوية وده اللي أثرت على أداة نادي الأهلي الشوت التاني أكيد بتلعب فريق فليمينسي عنده خبرات كبيرة جداً حتى برغم كبر الأعمار السنية عندهم لكن قدر يسيطر على الحقيقة اللي بتفرج على الماتش ما شفناش هذا التأثير يعني تكلم على لعبة عندها 40 سنة و36 سنة الحقيقة ما شفناش تأثير البدن عليهم حتى الفرق في النوم أولاً اللعبة دي الخبرة شوية بتلعب دور كبير جداً خبراتهم كبيرة جداً لكن عايز أخذك لجزء فني في الجزئية دي قد بعض الناس بتقول إن إحنا التاكتك بتاعنا الشوت الأولاني إن إحنا كنا مقفلين كويس قوي بنعمل الشغل على الكاونتر أتاك ومنها جتلنا 3-4 فرص من الكاونتر أتاك إن إحنا نشتغل عليه ما قد يعيب شوية التاكتك في الشوت الثاني إن إحنا يمكن ضغطنا من قدام بشكل كبير وهم عندهم على يعني أنت بتضغط من قدام عشان تقطع الكرة ويبقى تستغل تستغل إنه بتطعف التلت الهجوم وبتكسب مساحات وبتخلق فرص لكن هم كان عندهم قدرة كبيرة جدا على تطلع بالكرة يعني تحت ضغط كانوا فنياً بيعرفوا يطلع بالكرة فالمساحات والجري الكتير إنك بعد ما بتضغط بترجع مساحة 30 متر أو 40 متر إسبرينت عشان تغطي المنطقة وتغطي المساحة ده اللي خلى شوية النادي الأهلي على المستوى البدني ما يبقاش متوازن أو والناس تحس لأ بدنياً إحنا وقعنا شوية شايف دوت إزاي وهل ده فعلاً كان سبب من الأسباب يعني؟ أكيد كابتان هاني الشوت الثاني اختلف في شكل كبير جدا ممكن على طريقة لعب الراجل لأنه بقى في مساحات كبيرة جدا وده اللي كان مستر كولر سواء في المهبرات التحت جد أو في الشوت الأولاني في فريق فلمنانسي دايماً كان بقى في المساحات دايماً كان بقرب الخطوط من بعض دايماً حتى بيطلعوا ببلوك واحد لأن حضر كابتان هاني عارف لما بتدافع أو بتهاجم في تلت ملعب بتبع كل الخطوط قريبة من بعض لكن الشوت الثاني هو دي حاجة رضية من اللعيبة مستعجلين شواء دايماً دايماً بتكلم حتى لو أحرص فيجي هدف أو جي استقبلت هدف مهم أن أنت ما تفكش دفاعياً لكن كان فيه استعجال على إنهاء الهجمة ده سبب أن بقى فيه مساحات بين خطوط النادي الأهلي وده اللي قادر يستغل فريق فلمنانسي وده اللي أنا أتمنى حتى لما بنستقبل هدف ما تمناش أن الخطوط كلها تفتح فيه حتى جاب كبير جداً بين نص الملعب وخط الدفاع وخط الهجوم فأعتقد أن ده سبب لنا مشاكل الشوت الثاني سبب مشاكل الشوت الثاني ولكن أنا معرفش برضو ليه الناس كلها تتكلم عنه من الشوت الثاني أقل أقل في بعض الأوقات ولكن أوقات كثيرة جداً الشوت الثاني الأهلي أفضل أنا مصمم على هذا الأمر يمكن بعد الهدف ما جاء فينا كنا أفضل فترة كده عشر داي بدأنا نضغط وبدأ فرصة برس تاوي بعد الجن ما جاء فينا بديئة واحدة يعني كل الأهداف أو كل الفرص المحققة اللي جات لنا جات لنا في شوت الثاني جالنا في شوت الثاني واللي راح بيه أحسن الشحات والعباء في البعيدة الحارس المرمى تضحها هنا كابتن إسلام لو هتجيب هدف الكلام هيختلف تماماً لكن دايماً دايماً بتكلم على سيستم وأداء اللعبة يمكن زي ما قلت في أول حلقة أنا راضي بشكل كبير جداً على أداء الراجل راضي بشكل كبير جداً على أداء اللعيبة وده نطمننا بشكل كبير أداء اللعيبة سواء دفاعياً أو هجومياً لكن في بعض الحالات مهم جداً إننا ترجم الفرص مهم جداً هترجم الفرص هترفع من روحي المعنوية بشكل كبير وده اللي كان ما يؤخذ على العيدة نديل قالي حتى قبل الدخول في كاسعان كده مسألة إضاعة الفرص هي الأهم في هذا هو ده اللي قاله كل العالم هو ده اللي قاله قاله يعني المشكلتنا دلوقتي هي إضاعة الفرص لأنه بنحقل فرص وإنت قلت نقطة مهمة جداً إحنا رحنا تقريباً من خمس ستة يا جماعة ماتش الاتحاد أحرزنا ثلاثة وإحنا لعبة كرة وعارفين لما بيجيب جون في التاني أنت بالنسبة لك معنوياً بتتفوق على الخصم بشكل كبير جداً بقى سقة بتاخد السقة وبتنقل بشكل كويس لكن لما يجي في جون الحقيقة بيبقى فيه اهتزاز شوية على المستقل المعنوي أكيداً كابتن هاني وده بيرجع أنا دايماً لازم أشير بالشناوي شناوي وحتى مواقف التحول في صدات مؤسرة جداً بداية من مبارات التحاد جدة زائد أن أنت وأنت خسران واحد كان ممكن يا شناوشها الانفراد صحيح فأعتقد نقطة التحول دي حتى بنت أكتر في مبارات التحاد جدة أنه في الديئة عشرة الرجل بشوت من على الستة ياردة بيقدر يصدها فبترجع في الديئة 22 علي معلول درب الجزاء الشوت الثاني في الديئة 55 الكرب بتغبط في عرضه وبترجع له بتجيب في الديئة 59 هدف أعتقد أن أداء الشناوي مطمن حتى خط الظهر بشكل كبير فأعتقد أن كل الأمور دي هتضيف لأداء النادي الأهلي مش عايزين برضو كابتن هاني النغمة لو الرجل كسب ده أحسن مدارب في العالم اللعيبة دي أحسن لعيبة في العالم لا هم هم اللعيبة وهي نفس النظام اللعبة وسيستم اللعب يمكن الراجل ما غيرش اللي أكرم توفيق وهي رؤية فنية ممكن إحنا نجتهد على لا معنا عرفنا بقى أنها مش رؤية فنية كمان غير منها رؤية فنية كان في إجهاد أه كان كوكا عنده إجهاد إجهاد بس أنا كنت ممكن أقول أنه كان ممكن يلعب بأليو ديانج دي وجهة النظر هي دي لكن لا تقلل طبعا من حجم من حجم المجهود اللي اتعمل ودايما بقول بقول لإسلام وكابتن الإسلام عارف دوت أن أنت ممكن جدا كنت تلعب بأليو ديانج وتخسر برضو لكن هي عملية عملية تقديرية يعني هو الراجل يعني هو المدير الفني هو من يختار هو من يحاسب يعني هو اللي بيأخد الفلوس آخر الشهر مش حد تاني فبالتالي هو اللي يعني هو اللي مرتبط يعني أنا اللي بقعد مع اللعبة كل يوم أنا أنا على رأي محمود شوقي قال الكلمة لطيفة جدا قال لك يعني هو أنا عايز أخسر يعني أنا كمدير فني عايز أخسر مثلا فأنا بالنسبة لي شايف أحمد عادل أحسب من إسلام فما لعب أحمد عادل يعني أنا اللي شايف بقى المدير الفني يعني اللي شايف طبعا كابتن وعايز ألفتناصر الناس لحاجة برضو الضغوط اللي محطوطة على لعبة النادي الأهلي في حتة السفر كل 3-4 أيام مباراة اللي الناس برضو مفكرة أن اللعبة دي بلايستيشن أنه هو هيطلع وبعد 4 أيام لازم يبقى أحسن اللعبة اللي لازم وفور مت ولازم ممكن آه كنت لعيب كرة وعارف يا أحمد أنت بعد المباراة كبيرة جدا لو ما خدتش على أقل 4 أيام ما بين المباراة اللي بعديها لأن طبيعي جدا اللي بيحصل أن الثاني يوم بيبقى فيه استشفى جري خفيف الطبيعي جدا الطبيعي عشان ترجع الاستشفى أن اليوم يعني يومين بعد المباراة ده بيبقى راحة سلبية يعني إحنا كنا بنعمل كده أو الفرق الكبيرة بتعمل كده لو بتلعب السبت بيبقى يوم يوم الحد الصبح بيبقى استشفى يوم الاتنين بيبقى أجازة لأنه هو ده اليوم يعني اليوم التاني بعد المباراة هو اليوم اللي بتسترجع فيه قوتك بدون أي تمريد بيبقى عملية راحة فده ده محسوب عليك أنه ده يوم المباراة فلازم تتمرن ولازم يبقى الجهد موجود وازين موجود فجلت ده عملية تأثير بدني تاني وبقرر مش ده مش عزر ولكن هي دي الحقيقة النادي الأهلي محطوط في الموقف أنه هو بيلعب مبارات كثيرة جدا في بطولات كثيرة جدا طيب نخش في جزئية تانية والناس اتكلمت عليها كتير جزئية التحكيم شفت التحكيم ازاي في المباراة دي ده لا التحكيم أعتقد أنه ظلم النادي الأهلي يعني ما أنا بحبش أتكلم مع التحكيم شكل عام لكن في بطولة مهمة زي دي بأكيد ظلم النادي الأهلي النادي الأهلي ليه ضربة جزاء واضحة وأنا اللي استغربته أن الرجل أصلا ما رحش للبور يعني ضربة جزاء الرجل طالع بالكوع وبالربة في ظهر كهرباء والراجل ولا فيه أي حاجة أعتقد أن توقيت حتى ضربة الجزاء لو كان اتحسب ضربة جزاء النادي الأهلي اللي عبكة هتلعب بمعنويات كبيرة جدا الهدف أو عدم إضاءة الأهداف هو اللي بيديك معنويات ما هو دايما أنا كنتستمع في حتى في توقيتات المباراة لما بتسجل هدف أول عشر داقة وأول ربع ساعة بيديك أريحية بتلعب بدون ضغوط بتلعب أريحية شوية اللي أود دل حصل في مستحجد أنت لنتسجلت في الديهات 22 فرقت معك بشكل كبير من حيث السيطرة عن المباراة زائد الفرق الخص بيفتح مساحات وبيعاز يعوض فبتلاقي مساحات بتنظم أدائك أو بتقدر تتضبق الطريقة اللي أنت بتلعب عليها وخصوصنا الرجل اللي عودنا في المباراتين إن هو بيلعب بتنظيم دفاع وبيطلع كونتر أتاك على طرفين الملعب فأعتقد أن حالة التحول في عدم احتساب ضربة الجزاء أعتقد أثرت بالسلبة على نتيجة المباراة وبعدين بيني وبينك يعني أنا مش فاهم لغاية إمتى حنفضل كده يعني تبتلع في كاس العالم للأندية واحدة من البطولات الأعظم في الفترة الأخيرة بالنسبة للفيفا وتحت تنظيم الفيفا وتحت أعين رئيس الفيفا وتحت أعين رئيس لجنة الحكام في الفيفا ويظهر أفضل حكم في العالم مليون في المية لا أحد يستطيع أن ينكر هذا الأمر لأنه محكم نهاية كاس عالم فبالتالي تتكلم على حكم واحد الأفضل فهل بنعتبر أن عدم تدخل الفار في هذه اللقطة تحديداً بتاعت كهربا مش عارف ليش معنى كهربا كهربا دايماً يعني في أن جاء أفريكانز لو فاكر أو في سيمبا أو في كذا كان هو ف عالم تستفهم عالم تستفهم أنا مش عارف أوصل هو في التحاد هو جايبها يعني في التحاد جده هو برضو كهربا لما التحم مع الرجل فالكورة نزلت أيو بس في التحاد جده حتى الحكم ماشى المباراة وبعدين الفارس تدعاه فهو راح وشاف يعني الخطوات الطبيعية حكم بيمشيها على الأقل الفار حتى يعني الحكم بيسمع ويقول له تعالى بص عليها هو ليه الرأي الأول وأخير كان ممكن يروح ويقول لك لا مش ضرب الجزاء لكن الخطوات يعني مفيش حتى استدعاء للفار ده الكرة عادة عادي حتى بدرب الجزاء بتاعت بستاو ده أنا لحظت حاجة كمان أن حتى الإعادة في الكرة دي أنا مش شفتاش كتير يعني أنا مش شفتاش من الزوايا حتى الإعادة في الكرة دي صحيح يعني ما شفتاش إعادة مرة واثنين وثلاثة دي علامة استفاهم الحقيقة أنا أنا استغربت يعني أنا استغربت لأن أنا يعني قلنا أن فيه درب الجزاء لكهرباء بس ما كنتش متوقع أن هي بالقوة دي يعني بالعنف ده أنا كنت ماشي مع الحكم ماشي أوكي لأن أنا شايف أن الحكم أو عارف أن الحكم اسما كبير وكل حاجة ولكن لما شفت اللقطة بتاعت اللي محمود بيتكلم عليه محمود شوقي لما بيتكلم عليها اللقطة اللي هي بتاعت الموبايل من المدرك دي من وراء من وراء من وراء المرمى لا دي من وراء المرمى درب الجزاء درب الجزاء وبعدين أنت عدد الكاميرات بتاعت البار الموجودة في الاستاذ عدد كبير جدا فعندك أكيد الزاوية ديت عندك على الأربع أو خمس زوايات هي دي قصة فليه ما تطلعش بزاوية والحكم يبص وهو ليه قرار الأخير يعني لكن أنا يعني متأكد مليون في المية لو راح للبار والصورة آية هيحسب هيحسب مليون في المية دي أنا من دمني علامات الاستفهام اللي هو إزاي ما يروحش يبص على البار في الجزئية دي أو البار إزاي ما يستدعي أو لازم البار يستدعي أما خلي بالك في أوروبا دايماً بيحصل إيه الحكم بيمشي اللعب لو مش شايفها درب الجزاء بيسيبها ما بيقول ما خلاص مش درب الجزاء فأنا بيستنى إيه بيستنى رأي البار بالزبط فهو علامة الاستفهامك كبيرة جدا بالنسبالي جابتنا أنا كمان في أوروبا كمان أنت بتلاقي الماتش ممكن يمشي دقيقتين بيرجع تاني والله بيرجع تاني حتى أنا أنسى في البوندزليجا الحكم كان فيه درب الجزاء والحكم صفر بنهاية الشوت الأولاني لعبة خرجت برا الملعب قبل ما يخش قط اللبس البار قال له تعال أبص على دي راح بص وحسب درب الجزاء اللعبة كلها نزلت تاني اتشهدت درب الجزاء جاء الجن وخرجوا الشوت الأولاني يعني بقولك ده من علامات الاستفاهم الكبيرة جدا جدا في المباراة فأنا بالنسبالي أن أنا ما شوفش أن الحكم الفار ينده على الحكم الرئيسي ويقوله تعالى شوف تعالى شوفها يعني زي ما كانت تاني حتى لو ما حسبتهش بقى خلاص حسبتهش تحول يعني بكوناش واخدنا فيها هذا الوقت لكن إحنا عملينا نجيبها يمين ونجيبها يشمال لأن إحنا شفناها كتير شفناها من كذا لقطة إحنا الأشخاص العادية بلك بالحكم اللي هو المتخصص في هذا الأمر كان يجب عليه أن هو يرجع أو الفار يندع عليه ونشوف اللي كان يحصل يقولك أن هي مباراة انتهت بحلوها وبمرها ونفكر في المباراة القادمة مباراة الفريق الياباني من الفرق الجيدة تتفرجت على ماتشو مانشستر شميت شوية أو لا؟ تتفرجت على بعض اللقاطات بعض اللقاطات توريك أن عندك فريق زي الريبوتات اللي هو بيتحرك في اتجاه واحد عارف هو راح فين بيرجع إمتى بيقف إزاي هذا هو الفريق الياباني يا أحمد أكيد ده اللي بيفضله اللعبة حتى فريق النادي الأهلي ده اللي ما بنلعب مع فرق منظمة بيبقى ده النادي الأهلي أفضل أعتقد أن مقاومات البطولة اللي عند اللعيبة هي قفل الصفحات ودي من أهم الحاجات اللي بتحصل مع اللعيبة أكيد صفحة سواء كان فيه مكسب أو خسارة أعتقد أن لعيبة النادي الأهلي معنويا قفلوا صفحة فريق فلومنانسيو وأكيد مفكرين في بطولة مهمة وإحراز المدالية البرونزية ودي مدالية مش جديدة على النادي الأهلي بلعيبة النادي الأهلي الجيلي حالي متمرس عليها بشكل كبير أعتقد أن الدخول اللعيبة وحتى جلسة كابتن محمود الخطيب بمجلس الإدارة مع اللعيبة ده اداهم مسئولية بشكل أكبر اداهم دفعة معنوية أعتقد أن هي هتأثر بالإجاب حتى فأداءهم في المباراة أتمنى طبعا تحقيق البطولة وده يبقى إنجاز كبير يضاف لتاريخ النادي الأهلي طيب أحمد لو مكان كولر وإحنا كلنا بنا شايفين وهو الرجل يتكلم عن الإجهاد والمباراة الكثيرة لو أنت في مكانه هتغير عدد كبير يصل إلى خمس أو ست لعبين ما شاركوش في المباراة اللي فاتت ويبدأ بهم المباراة ولا هتفكر أن أنا لا يعني أنا ممكن هكون تغيير في مركز أو اتنين بالكتير وخلي الباقي موجود معي هل هيفكر من بداية المباراة في الدفع بثلاث أربع لعيبة ما شاركوش تحت منطق أنه هم دول الأجهز بدنيا لهذه المباراة؟ أكيدا كابتن هاني ممكن تبقى زهر سلبية شوية لو هيغير أربع خمس لعيبة هو الرجل مش هيغير كتير عن التيم أعتقد أنه هو ممكن يعدل في طريقة اللعب في نص الملعب شوية ممكن يلعب بستة وتمانيتين يلعب بستة ممكن مروانة عطية وممكن يلعب بأفشة وإمام عشور لأن دايما الحتة أو الملكة اللي بياخدها إمام دايما حتة الشمال لو بيلعب تماني ناحية الشمال هو أصلا كان مفروض على الورقة هو بيلعب ناحية اليمين يعني هو دايما عشان كده في مرات فلومنانسي أعتقد أنه هو لعب أكرم ولعب مروان بحيث أن يدي الحرية الكاملة لإمام أنه هو يتحرك تحت خط الهجوم للنادي الأهلي ودي دايما بيأديها كويس إمام بيبقى قريب من المرمى حيث تتزديد برجله اليمين أو الشمال وإمام عنده الملكة دي أعتقد أن فقال عدد من البصات إمام بيقدر ينقل فريق النادي الأهلي من الحالة الدفعية للحالة الهجومية فأعتقد أنه ممكن وجهة نظر أن الراجل يلعب بستة صريح مروان عطية لكن مش هكون فيه تغييرات كبيرة في التشكيل أعتقد أنه هو ده التغيير الوحيد يعني الراجل مش هيغير هيثبت يلعب بنفس التشكيل بعلي معلومة لحية الشمال وهاني ومثبت ياسر وعبد المنعم ممكن يلعب بمروان وممكن التغيير الوحيدة أفشل يعني أفشل اللي هو ياخد ولكن مفاتيح اللعبة تفضل في اللي قدام زي ما هم بتتكلم على بيرستاو وكهرباء وشحك لكن قد يكون هناك تغيير في شكل أو طريقة اللعبة بمعنى أنه أنا حبقا محتاج أنه يعني الروبوتس الياباني الفريق الياباني يعني فريق منظم وجيد وكل حاجة ولكن مش عارف أقولها إزاي لأنه فريق من الفرق الجيدة أو كل حاجة ولكن محتاج أنت تهاجمه مثلا تفرض أسلوب لعبك عليه تفرض أسلوب لعبك عليه فهل من المفترض أن أنت في مباراة زي دي هتدوس عليه من قدام يعني هتطلع من قدام فبالتالي هل من الممكن أن يتم تغيير بعض أسماء اللاعبين علشان يتم تغيير طريقة اللعب مش عارف أنا أعتقد أنه هو ممكن هيلعب بأفشا وإمام للحالة دي أعتقد أنه هو ممكن أول عشر بأي أفشا وإمام أفشا وإمام إن هو يلعب أفشا وإمام وتحتهم مروان يعني 6 مروان و88 أفشا كمان كابتين أنا بقولك أفشا وإمام لأنهم بيعملوا حالة دي كويسة في حتة الارتداد السريع في نص الملعب بيقدروا يبقوا ثلاثة فلات يعني ملكة عند أفشا إن هو بيعمل ارتداد سريع في نص الملعب أيوة إيه الاستفادة معلش أنا بحتاج الجمهوري يفهم إيه الاستفادة من أنه بيقى عندي ثلاثة فلات زي أفشا وإمام ومروان في الحالة الدفاعية لكن في الحالة الهجومية بيبقى في حرية بشكل جيد بالنسبة للأفشا أنه يطلع أو يبقى يعمل سروبوس مثلاً لبرستاو أو يقدر بأفشا الفترات الأخيرة بيقدر يسدد على المرمى بشكل كويس زائد إن إمام عشور ده المكان المحبب بالنسبة له إنه بيبقى قريب من المرمى بيقدر يخش الجوه ويسدد أعتقد إن دي الملكة اللي عند إمام عشور اللي هو بيخلق لنفس فرصة في المكان ده وده هيديك فرض لأسلوب اللعب مع التأمين الدفاعي يمكن شوفنا في المباراة اللي فاتت فريق فلومنانسي إن دايماً الحرية لمحمد هاني أو علي معلول ده اللي كان مدي جرأة للراجل إنه مثبت مروان وأكرم في نص الملعب بيعمله التأمين الدفاعي فأعتقد إن لو لعب بطريقة 86 دي هتدي أفضلية لنا دي لها طب ده الشكل الدفاعي وإزاي ننظم دفاعياً الشكل اللجومي وزي ما بيقول إسلام ويمكن إسلام من اللعبة لعبت قدام فرق يابانية آه مظبوط أنا على مستوى التدريب يعني واجهة منتخب اليابان ولعبت منتخب اليمن في الأولمبياد الميزة اللي عندهم وممكن تكون اللعب اللي عندهم عندهم السرعات كويسة قوي عندهم اللعقة بدنية عالية جداً ولكن عندهم عدم وعي تكتيكي لو أنت بتلعب غير مباشر يعني هو عارف إنه لو أنت روحت نحة اليمين أنا كده كده حاجي وراك عشان أعمل التغطية فإحنا نستغل ده إزاي إن إحنا ممكن بشوية لعب غير مباشر إن إحنا لو بتلعب لعب صريح ودخلت نفسك معهم في سرعات مش حيبقى عندنا فرص كتير لكن اللعب الغير المباشر اللي هو التحرك مبين الخطوط بشكل إيجابي وصريع إزاي ده نعمله وإيه الأفراد اللي ممكن تعملوا في النادي الأهل مين اللعبة اللي تقدر تعمل كده في النادي الأهل أنا بشوفه أميازهم إمام يعني أميازهم إمام لأن ميزة إمام إنه هو بيعمل اللونج بوس في الناحية العكسية سواء برجل اليمين أو الشمال أعتقد إن ده الحالة اللي ممكن النادي الأهلي يسبب بياله إن أعتقد إن الفرقة دي ما بتبصش على الناحية العكسية تنية يعني بتجمعها في منطقة وتغير في الناحية العكسية ودي اللي بيعملها كويس بيرسي تاو يعني بيعملها بيرسي تاو بيقدر يفتح الملعب حتى في حالة الدفاع للنادي الأهلي أعتقد إن بيرسي تاو بيفتح على الخط ودايما إمام ودي حصلت بالأخص في مباراة الجونة ودايما إمام عنده الملكة دي إنه بيعد العلمين وبيعمل لونج بوس الناحية العكسية مسترة زائد إن بيلعب برجل الشمال برضو كويس أعتقد إن إمام أمياز حد إنه يلعب لونج بوس في ظهر عشان كده أفشأ أقرب للي حضرتك قلته بيعمل الحتة اللي هي بيعمل الباص اللي غير متوقع شوانا فبالتالي أنا بنشوف إنه أفشأ يبقى هو الأقرب فعلا ولكن آآ أنا شايف أفشل قدامك يعني شايفه عشرة آآ عشرة ممكن ينزل طبعا تحت خطوتين ثلاثة ولكن هو في الأساس عشرة يعني ده ده ما هو ده اللي هيدي لك التحول المفاجأة اللي كانت بيقول عليك أنا فكرة تلعب باتنين باتنين ستة بينهم واحد تمانية وعندك عشرة أساسي اللي هو زفت رأس الخاربة يعني أنت ممكن كنت تلعب بتمانية وعشرة هو ممكن يدي مهام دفعية لإمام يعني إمام بيعملها كويسة يعني إمام في فتارات كبيرة يعني إيرجع واحد فيه إن هو إمام هيأخر نفس شوية جنب مروان بيبقى في حرس دي بتبقى تعليمات لكن ما يبقاش إمام عشور معاه عاديك كورقة لو بيلعب أفشة مثلا يعني مش أنا بتكلم كمان على على المستوى البدني الناس دي يعني اللعيبة دي قدر بدني مع تلات متشاة يعني ده حالتالك من الجمعة للجمعة خلي بالك ممكن جدا وارد جدا إن أنت تخلي بعض اللعيبة اللي لعبة المباراة إمام مثلا وممكن تبدأ مثلا مروان وقاليو ديونج ومعهم أفشة يبقى بتلعب اتنين ديفندر كويسين منهم واحد ممكن يزيد اللي هو أليو ديونج مع أفشة عشرة اللي هو ممكن جدا يعمل القرات البينية اللي ما بين الخطوط اللي هي المفاجآت المفاجآت بالزبط طبعا أكيد أفشة عنده الملكة دي يعني أفشة عنده الملكة دي وبيقدر يعملها كويس زي ما قلت حضرتك هو بيقدر يسدد من خارج من خارج الثامنتاشر زي دي أنا بشوف إن الكهرباء في أحسن حالته يعني بأحسن حالته في حتة التحرك صحيح بيقدر يخلق فرص حتى مش لازم هو اللي بيجيب الهدف لا زي ما شفنا في برات التحاد جاد ده بيقدر يبقى سبب في تلت أهداف كهرباء من نوعية هو مكانه حتى مش فرط بس بيقدر يتحرك كويس لزميله ممكن يفضي مساحات اللي جاي من تحت البرسي تاوي يفضي مساحات النحاء التانية لإحسن الشحات بيقدر يبقى محطة كويسة أعتقد إن دايما وجود كهرباء بيفرق حتى مع مفاتيح اللعب اللي حوالين منه تمام طيب كهرباء ووجود كهرباء ده مهم جدا ولكن هل من الممكن أن نجد وجود راس حربة تاني بمعنى أننا بنشوف أنه بيلاعب مثلا دلوقتي طهر في حالة أو زمان بعد هو زق طهر الماتش اللي فات كهرباء واللعاب له برضو اللعب واللعاب فروت وبالتالي قال ممكن ده يبدأ من بدري يعني يستغنى عن أفشة أو عن واحد في وسط الملعب ويلعب باتنين لقدام ولا ده صعب يعني طبعا ده بالنسبة لي حيبقى بعيد قوي أو واحد ودواحد يعني ممكن برضو كهرباء يعملها معرفش أعتقد أن ممكن لعبها بعض الشيء بيرستاوي بيرستاوي بلعب فروت وهمي لعب فروت وهمي وممكن يستعين بكريم فؤاد مثلا ناحة اليمين أو طاهر فأعتقد أن لو مقارنة طيب على جزء كمان ولو بنتكلم على الجزء ممكن جدا هل برضو علي معلول مع تقدم السن شوية مع المجود البدن يتعمل النزوء كريم كريم الدبيس إنه هو كيبقى باك شمال وخاصة في الفترات اللي فاتت كان الراجل المميز الحية وعمل المباراة جيدة جدا هل ممكن نشوف دوت ولا الناس هتشوفوا لا هيبقى فيها ريسك شوية أعتقد أن رؤية الراجل إنه هو دايما بيبدأ بعني معلول لكن لكن كريم الدبيس يعني تأكيدا لكلام حضرتك إنه دايما بيبقى عند حسن الظن دايما بيقدي بشكل جيد دايما لو نتكلم على طرفين الملعب لا مفتاح لعب للنادي الأهلي بشكل كويس بيدافع بشكل كويس وبيهاجم بشكل كويس وده ظهر في أكتر من المباراة أكيد إنه هو بيبقى موجود بره خالص وبيرجع يلعب بيقدي نفس الأداء اللي مطلوب منه أعتقد أنه هو ضافة للجابة اليسرى في النادي الأهلي بس مش من داعة المباراة يعني هيكون وراء معها في حالة طبعا لو عايز يطور في الناحية الهجومية أو المجود البدني عند علي معلول نزل شوية مثلا والراجل دايما ما عودنا هو بيغير بعد الدياعة سبعين فأعتقد أن فترة التلت ساعة دي يعني الموضوع الديا سبعين ده بخليها المرادة يبين الشدين عشان المشيعة بين الشدين أسفل بحك لأنه على رد فعله هو الرجل قال لك أهلا جمع أرحموني بقى أنا تعب أنا عارب تلعبتي وعارب وأنا اللي حافظ وأنا اللي شايف دايما وعلى فكرة ديها سبعين لما تيجب بص هو نفس الموضوع دي كان بتحصل مع كل المد境 وليدرب كابتن هاني وليدرب كابتن هاني هو ماسترمنوا الأول نص ساعة دي كانت خالاك واتدزززز وهذا خالاك ماسي بيزنس what's your business يعني أم اتش باعتك أيوه دارندر على السؤال على السعافين على السعافين واء انت ليه طلعت أحمد ونزلتة إسلام أيوه تمال دهما أنا حر. أسئلة غريبة جدا. فهو بالتالي الرجل يعني أنا المرة اللي فات قال أهم يا جماعة طيب أنا تعبت يعني. آآ. الدياعة سبعين. ومشي معنى الدياعة سبعين. أنا شايف أن انا في الدياعة سبعين حغير إسلام هننزل مع أحمد علم. زي ما كنا في كاس الأمم كده جده ينزل في الدياعة ستين قبل العام منتخب. آآ. they're going في الدياعة سبعين. آآ. فما عرفش أنا بشوف التغييرات دي حقه. اصيل طبعا دي الموديل الفني وكل حاجة. ولو نظرت للمنطق في الامر هتلاقي ان الموديل الفني عنده حق. ما هو اللي موجود وهو اللي شايف احمد بيتمرن ازاي وهي بيتمرن ازاي. طبعا. حتى في وضع التشكيلة كابتا. حتى في وضع طريقة اللعبة. حتى في حالة اللعيبة اصلا يوم المباراة. دي بتبقى مهمة جدا. ممكن اللعيب يكون بعيد خالص. بس الراجل شايف ان راجل بقاله اسبوع بيتمرن كويس. وكل الناس شايف ان مثلا العيب ده بعيد جدا. اه وشاف ان اكرم. يعني الليلة المباراة او يوم المباراة فعلا هو حس ان كوكا. لا يعني مجهد تعبان. فبالتالي قالك لا خلاص ما اكرم موجود. وانا دايما دايما عندي قناعة ان كل العيب النادي الاهلي يعني ما شاء الله كلهم خلاص بقى موضوع الاحتياطي والاساسي والكلام ده ما بقاش موجود في النادي الاهلي ان السكوات كله لازم يكون جاهز. في طبعا بعض الفرقات الفنية. في بعض الفرقات البدنية عن العيب عن التاني. لكن الطبيعي كله يكون جاهز. يعني يكون موجود في الملعب. طيب. توقعاتك المباراة اللي جاي. يعني عايزين برضو نعرف توقعاتك المباراة السيناريو هيكون ماشي ازاي. انت قلت النادي الاهلي لازم يضغط من قدام عشان يعني نستحوز. لازم يكون موجود افشا. يعني توقعاتك للنتيجة. توقعها كان. اعتقد الله هي مباراة صعبة اكيد. مش سهل طيب. لا لا مباراة صعبة مش سهلة. اعتقد ان النادي الاهلي او لعيبة النادي الاهلي اه بطريقة اللعب هم اللي هيسهلوا مباراة على نفسهم. اعتقد لو فيه هدف في اول عشر ده اول ربع ساعة. هتفرق جدا. هتفرق بشكل كبير. مع نويا حتى للعيبة. هتلعب بقى رياحية. ودايما طريقة لعب النادي الاهلي. وبيعمل استحواز بشكل كبير جدا. اه بتقرج. الناس بتتكلم على دي برضو اسلام. هو انت شايف هل طريقة لعب النادي الاهلي اتغيرت? اه الناس كان بتتكلم. الاول كان النادي الاهلي كان عنده نسب استحواز كبيرة جدا. الموسم اللي فات. والناس بتقول ان لعب طريقة اللعب اتغيرت. ما بقاش الاستحواز هو الاساس. بقى الطلوع بالكرة سريعا من الحلل دفعية الحلل الجمية. هو الاكتر في اداء النادي الاهلي. انت شايف ده? اعتقد ان هو اتغير في كاس عالم الاندية. ممكن دايما النادي الاهلي في افروكي او في الدوري. بينزل. على حسن. بيلعب جيم مفتوح. لكن. بربع عليك لكدر. عارف ليه? طب. عشان مستوى الفريق اللي قدامك. طبعا. مستويات الفرق اللي قدامك. احتراما للفرق اللي قدامك. صحيح. وللمستويات اللي انت بتلعب لفل عالي. اه اعتقد الكرة السريعة. زي ما نشوف. اه. حتة فتح الخطوط ده بيأثر في مشاكل. اه. وبيسبب مشاكل لخطوط النادي الاهلي. اعتقد التوازن الدفاعي اللي الرجل بيلعب به. دايما بيديله الافضلية. لكن مع احراز هدف. واللي بيقدر يعمل الكلام ده كابتن اسلام هو طرفين الملعب. سواء عن طريق برسيتاء او حسين الشحات. لا. الناس بتطلع عليهم بكرة كويس. بيقدروا ينقلوا الفريق من الحتة الدفاعية للحتة الهجومية. اعتقد ان طريقة اللعبة دي افضل اه من الفترات السابقة. ممكن تتغير بعد كاس علام الاندية وراجل ينزل ويفرض اسلوب اللعبة. طبيعي. اه. ده ده وضع طبيعي وحق مشروع حتى للرجل. ولان هو في الاخر زي ما حضرك بيقول لكابتن اسلام هو اللي بيتحاسب في الاخر. اه. طبعا. هو اللي بياخد القابل اخش. بس. اللي هو اللي بيتحاسب على هذا الامر. عموما اه تشكيل انت قلت قلنا التشكيل مرة تانية عشان يبقى ده نقفل بالفقرة. مع اعتقد لها ازاي زي ما قلت بنسبة كبيرة. الشناوي اه ياسر ابراهيم اه عبد المنعم اه محمد ديني حي تليمين. اه علي معلول. مروان عطية اه اه افشا اه امام عشور. اه ويمكن زي ما قالي كابتن هنيمو ممكن امام اه يوعد وممكن يلعب الو ديانج. بحيس برضو ان امام كان عليه اجهات بشكل كبير الفترة الاخيرة. قصرت عليك انا. اه. اه. فكرة فكرة. لا ما فيش احسن من حضرتك. اه. لا والله ما فيش احسن من حضرتك. اتكلم فنيا. اه. لا طبعا. فلا قاليو كمان مريح. يعني قاليو مريح اه. ممكن يكون خلينا ماتش بجاي. فا اعتقد انه ممكن ياخد في الحتة دي اه وامامي يبقى ورقة ربحة معاه. اه مش حغير بيرسيتاو وحسين الشاحات وكهرب. مش حغير بيرسيتاو? شوية حتى يعني يحط طاهر يحط آآ يحط آآ كريم يحط آآ ممكن? ما اعتقدش من اول مباراة. مش من اول مباراة. ما اعتقدش من اول مباراة لان الراجل دايما عايز يحسم المباراة في الاول يعني عايز يحسم مباراة في انا رب نشوف اللي حاسم في المباراة بدري لانها مباراة. هل تقرار غلصة. هل تأعرفش تبسكها من مين او تعملها ازاي؟ لكن ان انت عارف الفرق اليابانية دي تحديداً كمان بتلاقيها في مليون حتة وفي مليون اتجاه روبوتس في كل مكان بيتحركوا في كل مكان تلاقيهم ان شاء الله ربنا يكرمنا وانا استطيع ان نفوس في هذه المباراة التاريخية والمهمة جداً انا بشكرك جداً احمد على وجودك معنا شكراً جزيلاً بنستمتع بوجودك عبيب يا كابتن دايماً بس عدنا وجود مع حضرتك دايماً منور ابو احمد حنتلع فاصل وبعد هذا الفاصل الفقرة الاخيرة احمد سابت وكريم سعيد في ضيافة الاهلي في المنديال اهلاً وسهلاً بحضرتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين خلوني ارى حب ديوفي في هذه الفقرة كريم سعيد زكاكيب براجة كله تمام بسعال خير يا كريم زكاكيب عبو احمد نورنا مساء الفل عليك نسأل نور على حضرتك عارفت بحب الحلقة اللي فيها كابتن هاني دايماً طبعاً يعني شرف لنا وكل حاجة ولكن كابتن هاني مش الاني اللي براحب بيك كابتن هاني اللي براحب انه فيه حد تالي بيه احمدوك ايه زكاكيب وحمد الحمد لله تمام على فكرة يا جماعة انا بحب احمد ده اخويا الزغير بحبه جداً جداً اشان فيه ناس تقول لي انا بحب اهزر معايا اخباركو ايه الحمد لله تمام كله كويس؟ تمام مية مية ايه الاخبار عندنا ايه النهارد انا اتكلم فيه والله حدرسني انت انتكلم على مطش مبارح ده حقيق لا وخلي بقى لحضراتكم اللي انتو قلتوه فيه اه وانا لسه كنت حتى بتكلم نفذ والله بالحرف الحرف بالحرف كل وكلر بصراحة اشتغل كويس اه اشتغل هاي اه اعمان اشتغلوا بشكل مميز ولعبوا وراء او النبا كريم فيه اه الناس بتفتي يعني لا لا بجد والله فيه لا فيه فيه ناس ده بعد ده عمال نشوت اول امبارح يا خبراتي والنص التاني والله وقابل لا مش قاضي يعني انا بس ايه حد اتكلم اقولت كلمة مهمة ما هو احنا هنا في الحلقة جبنا بعض النقاط الخاصة بفريق فلومنينزي وحللنا بعض الامور اللي عندهم وكان واضح جدا جدا بصلاح برش كان واضح كبر السن اللي عندهم ضررهم في حال كترة جدا عشان بس بعض الناس اول ما جادوا بعض الناس بتقول اه اصلي لا انتو تخدعتوا فأعمارهم السنية الكبيرة دلو عندهم خبرة 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 ايه ده كانوا شايفين يرتدوا احنا في الشخط التاني فيه هجمة رحناها ثلاثة على اثنين لولا بس ان اعتقدت كهرباء لعب الكورة اتصرع حب يلعبها وهو مش باصص وكان بيرسي تاو وكان على يمينو وكان خلاص راح انفراب بالجون اللي عباء بتاع فلومنينزي قدام مش قادرين يفتحوا وابنتكلم على مين يا كابتن هاني بالكام على بطل البرازيل مفهول وبطل اللي بريتادوريس سينيكاسبو جونيور اول اما داب الجون اول اما داب الجون انا ليه دافع ايه طلع كل الستة وتلاتين طلع عمر سيلو طلع تليفه منه وانزل كندي اللي هو المهاجم الها الدافع مرتدع وبدأ يدافع وبدأ حتى خدنا بنا الكاميرا جابته هو عمال يقول للعيبة ما تطلعش وقف وما تطلعش سيبهم بقى هما يطلع يجوا بالكورة واحنا نخطف ونروح مرتدع بس مهم جدا بصلاحة الشكل اللي احنا شوفنا ده شغل كولر انه هو لعب على الاجنيحة بشكل مميز شغل كولر الكوروط الطولية اللي تلعبت ورا الفول باكس واخد بالي من جزئية مهمة جدا انه كان حتى وحنا معناش الكورة ما كانش بيرسي تاو خاصة انشرة الاولاني ما كانش بينزل اوي تحت يعني ما كانش بينزل اوي تحت الكورة كان مدي المهام دي لأكرم ان هو يشتغل مهاني على اساس نطلع بيها لو يبقى عندنا قطعنا الكورة نطلع على بيرسي تاو نفس الكلام على الشحات نطلع على الشحات فالحقيقة هو اشتغل الشغل الاولاني بالجزء المهم جدا ان احنا بنقفل كويس اوي بنطلع على كونتر اتاك وجبنا ثلاث فرص مهمة جدا جدا في المباراية احنا لنا 19 محاولة على المرمى على فرمانزي 19 محاولة 20 20 محاولة 20 محاولة منهم 7 على المرمى 27 هم ليهم 13 ليهم 5 مع فريق برازيلي فريق برازيلي فريق بطل كبري بتدورس التنافس هناك مختلف خالص عليها بنلعبه يا جماعة ده النهاردة احنا بنفرج على السيتي يا كابتال اسلام انا بشجع السيتي جريليش في الدوري طبعا مباهد الكل بيحب السيتي عملنا مشاكل النهاردة جريليش مع أوراو ريدز والله العظيم واخد الكورة من على الخط ماشي بيتفسح داخل مصد الجزائي بيتفسح يا جماعة فيه فرق مستوى فيه فجوة انت بتتقهل بنتفرج دول انجليزي بمستوى الدول انجليزي بنتفرج على الناس دي بمستويات مختلف عليها بنلعبها حتى انت بتتفرج ايوة احنا منزل الملعب وتواجههم ده مختلف ده مختلف بصراحة لكل اللي عامله احنا بجد يا جماعة احنا معانا مدرب مشروع برابع عليك بسوى النادي الاهلي برضو بمناسبة المدرب المشروع والنادي الاهلي هو اللي وصلنا ان احنا نصدق نفسنا ان احنا بنلعب ضد معلش عشان من الحتة دي مهمة طبعا ان احنا كمصريين نصدق نفسنا ان احنا بنلعب ضد كنا نقعد كده زمان فكر الاتاري بتاع ايو ايو نقعد نقول يا سلام رونالدو ميسي اش عارف كنت بتعيبهم عادي يا كنت شوف النهاردة جوارديولا بتكلم عن اهلي ازاي نهاردة جوارديولا لسه لسه مجاوب على على سؤال انا هاكتلكم بكلامنا معايا معايا الفيديو عن جوارديولا ندي الاهلي جاهز الفيديو اه الاهلي فخر مصر وافريقيا والعرب احنا دلوقتي اتحطينا في السنة اللي فاتت انشلوتي كان بيتكلم علينا اه احنا جبنا الجزء بتاع ريال مدريد وان انشلوتي بيتكلم عليك ده دي حاجة تسؤال وحدها اصلا بتخلي النادي الالف حتى تاني صحيح ان انت انشلوتي بيتكلم النهاردة امبيرح جوارديولا مدرب احسن فريف العالم منشستر سيتي في الفترة الحالية بيتكلم عن النادي الاهلي وبيقول ان النادي الاهلي وبيقول ان هو كنت في مصر لو ممكن نعرض الفيديو حتى بيقول ان هو كنت في مصر قبل خلينا نسمع الفيديو احسن خلينا نسمع الفيديو ماذا قالوا جوارديولا بنترجع نكمل مع حضرتكم مرة أخرى اخبرت انه ليس مرحبا لأي هلالي ماذا افعل لأنه في المنزل في المنزل انا في اجيبت مع اجيبت ولم ارى اجيبت واحد حتى انا لم يتحدث عن حلالي في اجيبت اذا كم مستقلة وكيف كما شفقة كنت كما تعرف وكني trinkت لم اكن هم مستقلة هنا مع الكثير رأيت الحيلي المتحدة الاربك الهجم ولم اخبار وكان انجم فانتسيق كان مرحبا وقد يقول انه قول في السيف الماضي مع العائلة ولما اجت شخص واحد في مصر يعني لم يتحدث عن الاهل في مصر وعن مدى كوت الفريق شعرت بأنهم مدعوم يعني مدعومون هنا يعني في جماهير في في السعودية وجماهير في مصر لديهم العديد من المشجعين شاهدت ابرز لقطات المباراة ما بين الاهل والتحاد جدة والحضور الجماهيري من الجنبين كانوا رائعا ومزهلا. فالنادي الاهل. ده هنا ده المعتبر ده يا احمد اللي كان اول ما سيتي وصف. اه اه اول ما سيتي يقول من ساعتين اي حاجة. اه اتكلم النهار ده كمان بعد المباراة بتاعته رواردس. اتسأل من زميلنا محمد العريق عن الاهلي وعن هو كان ممكن يواجه الاهلي. انا ما شفت يعني انا شفت انا ما شفتش ماتش الاهلي وفلومنيزي. ولكن اتقل لي محلين محلين ادائك طبعا كانوا بيتفرجوا على المباراة. قالوا له ان الاهلي ضيع كم هائل من الفرص وكان ما ما يشبه يعني القابة اوصينا وادنى من الانتصار. هنهار بنتكلم على جورديولا مدير فني رقم واحد في العالم. لا خلاف في دي اعتقد يعني. نهار ده لما يتكلم عليها وبتكلم في نقطة كمان فنية وبتكلم في نقطة بتقول لك ان الاهلي فريق قوي هو افضل تمثيل لمصر وافريق. ده لازم نهار ده نرجع بقى. احنا لين نهار ده واصلين. وطبعا الاهلي كابتان هاني عنده ارس تاريخي. طبعا اكيد كل جيل بيستمد قوته من الجيل الابية وكل مدير فني بيكمل. عالشغل طبعا لا خلاف على هزا. لكن لازم نعطي مرسل كولر حقه. مرسل كولر مخلينا الشرط الاول اللي بيتفرعبوا براه مع امانة مع تشابه التيشيرت. يعني المراحة تشيرتات كانت مدايقانة في عيننا. كان فيه اه. وربي من بعض. اللي بيتفرج وما يعرفش. هيقول لك دول اكيد برازيلية. اللي لابسين رمادي دول. هما دول الفريق الاقوى قدامي. الشرط الاول فلومنازي نازل. يعني في الملعب مشوشين جدا. مش عافين يلعبوا. يعني بسبب طريقة لعب النادل الان. طبعا. وقالقانين. ولقوا الكلام ما لقوا الباسنج. ولقوا فالي بيلعب على الارض ما بيلعبش كرات طولية على طول يا سابت ما بيوصل. ما بيحاولش. يعني هاد قراء وردز. بيعمل ايه مع سيت اول اول مباراة. بيعمل ايه. بيبعد. اول تمريرات طولية مش هلعب معاك الحتة دي انا مقدرش. طبعا. طبعا. وبالتالي السيتي بدأ يلاحظ ان المباراة في المتناول. نعم احنا نبارح احنا لغاية الهدف التاني واحنا عندنا عمل. انا فكرة هو ده يعني ده زعل كبير. يعني زعل الكبير لان احنا كنا قريبين اوي. ازبوط. وكنا الشرط الاولاني يعني طبيعي جدا. حتى بنوضون اه احتساب دار بالجزاوة لحاجة تكسب على اقل اتنين صف. فهترتاح. هل ده اثر على اداء النشوط التاني. هل الشرط الاولاني والثقة اللي خدناه. واحنا حسنا واحنا خارجين. انا نتكلم باسم اللاعب ان احنا لا قادرين. هل ده خلنا الشرط التاني مستعجلين شوية. وبدأنا نضغط من قدام بشكل عشوائي شوية. اديناهم فرصة ان هما يطلعبوا الكرة في مساحات. دي فعلا. دي. اخلينا نقول ان النادي الاهلي برضو. يعني الاول بس ان احنا كان حلمنا ان احنا نوصل نهايي مونديال او نهاية كاس العالم. دي حاجة كبيرة اوي. ان الجمهور والادارة والجهاز الفني. الناس كلها حلمة كان يوصل نهايي. دي حاجة عظمة. يعني حاجة عظمة وعظمة. ان انت بتوصل للطب في الكورة. ان انت حتقابل مانشستر سيتي. لكن لو ما محققتش ده ما تخسرش كله بقى اللي هو ايه. لازم لازم تبني على ده. انت فرقتك دلوقتي بتوصل. في فرق نفسها بس تشارك مرة واحدة. انت بتشارك للمرة التسعة وكنت هتوصل نهائي. احنا زعلنا شوية عشان الفرصة كانت قريبة. انت الشوط الاول عمل احسن. شوط النادي الاهلي عمله في تاريخه في كاس عامل الان دي. هجوميا. ده حي. اربعتاشر او تلتاشر محاولة في الشوط الاول يا كابتن هاني. اه. كنت تقدر تسجل. على فكرة ممكن البعض يقعد يقول مفيش مهاجم. ما قول اللي بيضايع الفرص مش المهاجم بس. ما قول اللي بيضايع الفرص برضو الاجنحة. صحيح. محسن الشحات مكانش موفق في كزا فرصة. بيرسي تاهم مش مش ضايع جورك جوه الستة. ما دي الاجنحة. مش شرط المهاجم. اه المهاجم. ما ده نكلمنا عليه اللازم يكون عندك تنوع. تنوع في احراز الاهداف وسط الملعب. الاجنحة. برضو تقداش كلام سابت. ما يتفهمش غلط. او الناس تقتصوا. ان احنا مش محتاجين. احنا محتاجين مهاجم. احنا محتاجين. لا خلاف. بس فكرة. فكرة ان احنا اللي قصدوا ان مش لازم عشان خسرنا ماتش. يبقى التعليق او الشماعة. صحيح. يبقى احنا مجبناش مهاجم. طب ما. طب لو الكورة كانت جات. اي فرصة من اللي جات في الشروط الاول. كان حد حينطفت. ولا حد هيقول ناس اه. كان حد هيقول انه كولر ولا مش كولر. صح صح. ورغم كده انت عامل الشروط عليهم. مش ند بند. انت متفوق. بص ادي الشروط الاول يا كابتن. بعد الاستحواة طبعا. بس المحاولات ادي ايه? يعني اجمال التمريرات. ماتين وخمسة مقابل تلتمائة واربعة وثلاثين. محاولات على المرمى للنادي الاهلي في الشروط الاول. تلاتاشر محاولة مقابل تلاتة الفلومونينزي. دي اللي احنا نقدر اللعيبة عملت اللي عليها. والجهاز الفني عمل اللي عليه. بس انا برضو ممكن. قلوم اللعيبة سنة في انهاء الهجم. لا وخلي بالك انت بتتكلم على تسع محاولات داخل التمنتاشر. ده رقم كبير. انت كمان ما بتحاولش مثلا كرات من برها. انت بتتكلم ان انت اختراء. واجدت جوة التمنتاشر بفرص حقيقية تسع مرات. صح. ومنهم كمان نكمل الارقام. نكمل ان محاولات من هجمات مرتدة اربعة. ودي تحسب لمارس الكولر. ان هو زاكر الفرقة كويس. ولعب على ان هم عندهم بطء في التحاولات من الحالة الهجومية للحالة الدفاعية. فقدر ان هو يعمل محاولات. يعني يقدر ان هو يروح من هجمات مرتدة. ممكن نقول ان اللامسة الاخيرة. كابتن هاني انت كنت حداك سألتني سؤال. في لعيبة برضو كهربا. كهربا عمل اللي عليه. وقع بدانيا نشطي التاني من كتر ما بيلعب. انت برضو محتاج. ممكن نقول لو راس حربة فعلا متواجد مع كهربة بنفس الكوة. كان هيفرق معانا. ده اللي نقدر نقول. بس مش معنا كده ان انا اقول لا ما فيش راس حرب. لا. بس احنا محتاجين برضو راس حرب. بس مش ده السبب الاساسي. اللي انا عايز اقول. ممكن يكون التوفيق. وعايز اتكلم في نقطة مهمة جدا التحكيم. الحكم ده مش عارف انا ازاي احسن حكم في العالم. هاوري الحضراتكو تلت صور ونتكلم فيهم مع بعض. انا شايف التلاتة ضربات جزاء. نعرضهم ونشوف. للنادي الاهلي. ممكن بعد ازنك نعرض الصور ونشوف. يلا بين? لان الناس كلها بتتكلم على واحدة. انا هوري الحضراتك اتنين كمان. ما بص اول واحدة ايه. دي ضربة جزاء ولا لا? دي بتاع الكهرباء. دي كل خبراء التحكيم. دفعة. واضحة جدا. معادة كابتن جهاد جريشا. قالك لا. ما قاليش انا. اي حاجة اهو برضو في ماتش الودان. اي حاجة ضد الاهلي يقول لك. يعني ايه. لأ ليه من طلق ايه. ايه واجه اتنظر. اه واجه اتنظر. ايه. ايه خبراء بيضا. اوارها لكم على فيديو. على الفيديو. على الفيديو نفس. اكيد شفتو اه. شفتو اه. طيب. دي الفيديو ده لو. بس للاسف ما اقدرش نجيبه. اه. فيديو ده لو تجيبه. ايه. ايه. الحكم نفسه. الحكم نفسه. حيدي نفسه احمر. معلش. معلش يا جماعة دي برضو مش اعذار. بس دي معلش لما الحكم يحسب لي في اول ربع ساعة ضربة الجزاء. الماتش تسهل. خلاص. انا جبت بجون. او يعني. اكمل ضربة الجزاء التانية. هات التانية. 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 التانية دي فيها دفع من ورا ولا لا جوال منطقة. دي ليه. ليه المحللينين التحكمين ما جابوهاش. هو زقه بالايد ده ولا زقه في ظهر ولا بيعمل ايه. هو السؤال الاكثر. الصورة دي ستيل برضو. ما اشعر. لا. هو زقه بيده. في الشوت التاني. دي دي الكرة كانت سريعة جدا. كانت سريعة وقربة وقربة. فيها دفعة واضحة. اه. وكان يعني. انا كنت شايفة انها ممكن تتشاف تاني. اه. يعني دي. دي. الفار ما كانش موجود. اه. اه. هات اللعبة التالتة. دي دي فيها شدة لمحمد عبد المهم ولا لا. دي. وانا بتفرج على الماتش. انا قلت لازم مليون في المية. لازم الكرة دي لازم تتشاف. تتشاف. بس. لان اولا الكرة كان في تجاعب منعم. وكان في بص المسكة ديت. والكرة اصلا في الهوة. دي دربة جزاقة. يعني لانه بيرجعوا للحاجات دي مهمة جدا. تلت ضربات جزاقة كباحة تلت ضربات جزاقة. دو حي. دو حي. لما ده لا ينزر الفار لأي حاجة تخص هنا دي الاهله. اه. علامة استفهم كبيرة جدا جدا جدا. وبنلعب في المنديال. يعني احنا احنا مش دي. دي مش اعذار بس انت ألا. دي دربة جزاقة لو اتحسبت. اه. تحكيم ما كانش كويس ضيعنا فرص اللعيبة كانت لازم تركز فينها الفرصة اكتر من كده لكن كمجمع العام انت قديت اداء كويس بالذات في الشرط الاول لما استعادنا الاركام لو نستعرض حتى الحالات الفنية مع بعض كده نجيب الحالات الفنية بتاعة المطش هنلاقي فكر كولر كان ممتاز في المباراة يعني في صراحة مدرب كبير ومكسب زي ما كريم قال بص يا كابتن ده اللي احنا اتكلمنا فيه الحلقة اللي فاتت لما قلنا البطء ان الحالة الهجومية بتاعهم من الحالة الهجومية للدفاعية معايش بص بص بيرسي تاو كولر ايه اللي يقف فيه لاني دي نقطو ضعفهم كريم افتح الملعب اتجابها اللي وورا مرسله صح اتجابها اللي وورا مرسله بص حسين الشحات حطها له ازاي انا كنت بلعب وإحنا عادينا اقول لهم يا جماعة ان لو لعيب بلعب في الملعب ده هاخد الكرة كله شوية وروح لمرسله بص هنا بصراحة بيرسي تاو تباطئ او فيه مش تباطئ اهو استلامها غلط استلامها غلط استلامها لجوه استلامها لجوه خلي بالك لازم تكون كمان زاكي لو كرة طولت منك واستلامتها غلط وانت حاسس ان فيه دفاع قوي من مدافع براو عليك لو حطيت رجلي بس رجلي بس لو لمسك بانهاش حال بقى درب الجزاء دي راجل عامل تاكلنج يعني من من عشر في الاتيام اه بالزبط انا كمان لو كرة طولت مني دي ازاكا يعني بس وردو حاجة دي سيئة مرشان والله ادبال اه ادي في لومينزي حقوهم ومم بسمهاش اجيب بس الارينا التاكلنج اللي عاملو في ليب يملو خبرة سنين طبعا خبرة سنين طبعا خبرة سنين بس اشألك حاجة لو كرة ما تولدش زي ما كابتن هاني بيهو كده وحط رجله بس يعني ولمس شراب رجله اه بالشراب خلص او يستلم ويشطها في البعيد على طول ها الاستلامة كانت وحشة طولت كان لازم يحط رجل كان لازم يحط رجل نكمل برضو هنا ده تكملت اللعبة التاكلنج دي بقى وابقولك عليها لو برسي تاو قبل الراجل ده ما يوصل للكورة وحط بس رجله او جسمه الراجل ده شايله هتلاقي ضرب الجزاء هنا برضو نفس الكلام الارتداد بتاعهم كمل بص هنا معلول عدة ولعبها لحسين الشحات حسين الشحات راح برضو ايه نفس خلاص يخش الجوة دي بص مرسله مش قادر تجيب مرسله مش قادر تجيب الاسبرينت بتاع برسي تاو او حتى كهرباء احنا الشكل ده مبارح شفناه الامانة كتير قوي وكنا نقدر يهنا الحمد الله هنا برضو حسين الشحات اهضر هنا هنا اللمسة الاخيرة اللمسة الاخيرة كانت دي تنقص والتعاون 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 انت كنت هنا ممكن تعمل برسي تاو يعمل 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 في قلصتين يعمل دي نفس اللعبة برضو اللي هما اكوا هنا بصوا حدك دي لعبها الكهرباء الكهرباء دي طبعا دي كانت دي فزيقون دول اسهل فرصتين فرصة الكهرباء وفرصة بسي بس دي كان انا برضو كانت نازل احسين يديها بس نرجع دي رأي حضراتكم هو غمض عينه ولا كان ايه انا شايف انه هو كان غمض عينه انا بقولك الكورلز كابتن هاي يقولك برضو لا الكورلز دي انت بتحطها بس يعني هو كان فيه استعجال منه اكيد وخلي بالك هو لو موجه الكورة او عنده هدوء شوية اي حتة غير ما شاء الله جوني مبرح انا كان محظوظ وكان كل كورة وانت قلتلي يا وكريم كل كورة في مكانه انت لو بعيد متر هنا متر هنا مستحيل يقدر يعمل لا لا الكورة دي تحديد لا هاتلي الكورة اللي فاتت يا سامير الكورة اللي فاتت دي يا كابتن انا بيقول لك وحسين شاط اللافة اللي لفتها في الارض لازم تحط فيها الجبهة فقط عشان توديها في جنب من الجناب وكهرباء خدها من الجنب داي شوية فنزلت في وسط الجور بص النقطة اللي انت كنت عايز تتكلم عليها ان الكورة دي في الكورة دي ما كانش حسين شاط كان علي بص لو الكورة دي واصلة العلي على العباب على العباب على العباب انا بقول لك هو جاي من بعيد اوي هو حسين اللي عمل دي تخيل الكورة دي لو العالي في نفس المواقف ده بالعرض على الارض كهرباء لوحده لبعده هنا برضو نفس الكلام مروان اعطيه عمل دور كواس جدا في القطع الكورة والتحولات بص كمل هنا برضو نفس الشكل ده الماتش كله كده ماتش كله اولاني خاصة اه التحول هنا برضو كهرباء يا كابتن هيا ده بوكا جونيورز بوكا جونيورز في فاينل كوبا ليبتتا دور بص بص حسين الشحات هنا برضو دخل دي تصدت اه دي عملها حلو على الارض هنا الفرصة بتاعة برسي تاو دي واحدة برضو كم كده خمسة ولا ستة تكلم على خرص خمس فرص دي ستة لا ده كتير كده ده كده ستة او سبعة دي سبعة دي فرصة برسي تاو دي بعد الجون دي برسي تاو طبعا مغمد عينه لبعده كمل هنا برضو هنا الضغط بتاع النادي الاهلي لما لما عمل ضغط برضو مرسي الكولور كان فكره دي في اخر المطش ده لا دي في الشوت الاول سوري شوت اخر شوت الاول هنا برضو تكتيك ان هو بدأ باكرم توفيه مكان كوكا عشان يغطي ودي الاربعة لفصة الملعب اكرم وامام عشور وبرسي تاو راجع ونحية اليمين وحسين الشحات نحية الشمال وماروان عطيه في العمر هنا برضو حسين الشحات والادوار الدفعية بتاعته وبرسي تاو والمسافة ما بين كهرباء وما بين خط الدفع صغيرة جدا احنا ممتازين جدا في بصراحة في التنظيم الدفع في البطولة دي كان شكلنا كويس جدا وكان برضو عايزين نتكلم على ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم بصراحة يستحق يروح المنتخب كان ممتاز بصراحة احسن يعني انا بعتبره ينافس عبد المنعم على احسن مدافع في مصر لانه مقاتل وبقى ان انت توديه في منتخب مصر بتلعب علي جبر او اسامة جلال لا ياسر ابراهيم اعلى من علي جبر واعلى من ايه يمساك في مصر بصراحة جنب عبد المنعم يستحق يروح المنتخب ومعنا ارقامه حتى لو نستعرضها طب ماشي نتفضل وعشان نقدر نقوم ياسر ابراهيم لعب تسعين دقيقة شطت الكورة اربع مرات اكتر واحد بصراحة عجبني مبيرح كان في النادي الاهلي طبعا مع الشناوي كان ياسر ابراهيم عمل بلوك تدخلات دفاعية اتنين حتى في المطشي الاولاني كان قافل على بنزيمة تماما كمل بقية الارقام بتاعت ياسر التاكلنج الصحيح اتنين لمس الكورة اربعة واربعين مرة دقة التمريرات اتنين وتمانين في المية اتنين تمريراته ليها صحة من خمسة فاس بالتحامات سنائية خمسة من تمانية ومعاملش ولا فاول دي ارقام بصراحة يعني ياسر ابراهيم بيثبت نفسه دايما ودوقت ما بتحتاجه بتلاقيه مدفع صلب مضبوط ياسر ابراهيم واحد من افضل اللاعبين في هذه البطولة خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل شاشة الاهلي في المونديال مع كريم سعيد وإحمد سعيد اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين ومباشرة الى شاشة الاهلي في المونديال وكريم سعيد يا كابتن هاني واحمد سابت شرحولنا اكتر واحد محضرين لنا ايه؟ طب احنا هالكام طبعا قراءة ريدز منافسنا القادم على البرونزية واكيد عايزي برضو نحط مبدأ أبما نتكلم في اي شيء ان مباراة قراءة ريدز النهاردة ومانشستر سيتي وطبعا مباراة من جانب واحد هي مش مقياس لا اي شيء طبعا فيه فجوة زي ما قلنا ما بين الكرة الاوروبية كابتن هاني والكرة بصراحة حاليا فاسيا وافركة او حتى عنيها الجانوبية وواضح جدا فيه فجوة كبيرة طبعا النهاردة محدش يا زوم ان فريق قراءة ريدز فريق سهل لا فريق مس سهل هو بس النهاردة طبعا بيلعب سيتي وكان واضح جدا للعيبة يعني رهبة المباراة وخايفين قلقانين جدا وبالتالي منشستي قدر ان هو هيكسب بسلاثية بسيط وسهلة وكمان انا فوجة نظر ما تدس عليهم يعني انتهى الموضوع تسمح لي بس اقولك برضو بعض الحاجات من عليها الكورة الاهلي فريق مختلف عن منشستر سيتي واجهنا صعوبات في اختراق دفاعات منشستر سيتي واعتقد ان هناك فرق كبير بين المبارتين ستكون مواجهة الاهلي مختلفة ده سكورزا سكورزا ده نادي ورعوة يعني انا حبيت ان انا اقول طبعا برضو يعني هو بيقولك طبعا اسمه ان الاهلي اكيد اقل من منشستر سيتي وبالتالي وقال ان مبارتنا ضد نادي الاهلي ستكون صعبة وعلينا الاستشفاء جيدا قبل هذه المواجهة نستعرض تشكيل قرواة الياباني نشوف المدرب سكورزا البولندي بيلعب ازاي بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد دايما اخطر حاجة في الفريق الياباني السرعات الظاهرين طيرين على طول طبعا مبدئيا كده اول حاجة هنقابلها طبعا في حراسة المرمى شوساكو رقم واحد عنده 37 سنة عندهم اتنين مساكين اليكساندر اليكساندر دامد دلمارك ده اهم العيب في الفرقة المساك اللي هو رقم 28 ده اهم العيب في الفرقة عنده 31 سنة واكتر العيب بيعمل تمريرات صحيحة في الدوري الياباني جامبو ماريوس المدافع التاني من نرويج يعني واحد من الدلمارك واحد من النرويج ايكموتو الباكليفت وده باك شمال سريع جدا اسكيني الباك رايت ده فتح على طول الملعب وده ان شاء الله لو بإذن الله نكسب في المساحة اللي في ظهره لانه دايما بيبقى طاير طول الماتش كامل يا كريم طب خاطر وسط طبعا احنا عندنا فيه اتنين يواوا وي ايتو الاتنين دول يا كابتن هاني برضو نفس فكرة فلومنيزي نتكلم على اتنين هم تشوفهم مركز 8 اكتر من فيهم مركز 6 فيه بقى واحد انا عايز نبص عليه كتير وانه هو في وجهة نظري واحد من ابرز نجوم الفريق ده اللي هو اوكوبو وهو اسمه شبيه شوية طبعا باللعب الياباني الشهير دلوقتي في رياس السيداد اللي هواخد الزخم الكبير كوبو يعني اوكوبو هنا اللي هو فيه وراوة ريدز هو مش كوبو بتاع رياس السيداد هو قريب بس الى حد ما برضو هنشوف نفس الفكرة نفس الاداء اللي هو الجناح مهاري جدا بخلاف فعلا ما كنا بنتكلم على لعيب ارياس بتاع فلومنينزي ده راجل بياخد الكورة ويطلع ويجري واللي يحصن لا هنا فريق الياباني فريق عنده مهارات وبصراحة انا في وجهة نظري اهم مباراة الجهاز الفني محتاج يتفرج عليها مباراتين الفاينال بتوع الهلال يا سابت المباراة الاولى المباراة الاولى المباراة الاولى في الكاس العالم اللي عبوها قدام الفريق المكسي اللي هو ليون بس اللي عايز اقوله الماتش الهلال يا كابتن هاني هتحس ان المباراة متشابهة الماتش بتاعك الاداء متشابه فريق عربي وفريق اسياوي الموضوع قريب شوية وفريق قريب دي بصراحة من الفرق اللي تلعب كورة حلوة وعندهم استحواز وعندهم طبعا يعني لعب مهاني سرعا الاثنين وطبعا اكيد عندهم مهاجم غيني مهاجم افريكوي كانتي لعب طويل وبدني قوي بس النهاردة انا شفته بصراحة فيه طبعا كان مختفي تماما وبيلعب في منتخب غيني اصلا لعب قدامنا في ماتش مصر وغيني اللي ماتش الاخير في تصفية كاسل اعطيتش السابت النهاردة للفرق عبو برا شاف منه اي حاجة نهو كان واقف عنده ادوار دفاعية اكثر من الادوار الهبومية والنهاردة بصراحة برضه خالي بالك سابق هم قدام الهلال يا كابتن هاني عملوا ضغط عالي يعني فريد اصلا لعب ورد بعمل ضغط عالي نهاردة طبعا قدام السادي لا يجرؤ نهارا كيف كان بلعب زون دفنس وكان تواقف عند نص المعلى نجيب الحالات بقى نشرح الفرقة بتلعب ازاي فريد قروا الياباني زي ما كريم قال اوكوبو ده خطير جدا وده حيلعب في المساحة اللي في ظهر معلول هنا السؤال هيبقى المارس الكولر هل ريح معلول في المباراة زي ديت ولا ودي فرصة الكريمة الدبيس بيبقى جاهز بدنيا خاصة ان نبدأ على طول ماشي ببناء الهجمة هم عندهم فكرة في بناء الهجمة ان دايما لا ارجع معلش الصورة الاولانية بص مش هتلاقي الباكي اليمين في الصورة ولا الباكي الشمال اللي اتنين طايرين ده من ما عدين نص الملعب كمان اه بيبزوها اللي حارس المرمى حارس المرمى على طول بيلعبها المين للباك رايت بالذات اللي هو الباك رايت اسكيني رقم 14 هات الصورة اللي بعدها كمل هتلاقي يتلعبتله فاذا انت هنا لازم الباكي الليفت هنا هيبع ليه دور مهم جدا ما بو الجناح فين بقى الجناح دايما بيخش الجوة اللي هو كوبه دايما بيخش الجوة والظاهرين طايرين فاتحين فانت لو قطعت الكورة تقدر ان انت تضربهم في ظهر الظاهرين تحديدا هات الصورة اللي بعدها نفس الشكل حارس المرمى بتتلعب له الاتنين الظاهرين طايرين له قدام دي عملية البلد أب بتاعهم بناء الهجمة بتاعهم بنفس الشكل ده كمل هات الصورة نفس الشكل برضو هنا برضو مش هتلاقي للظاهر الايمن ولا الايصر موجود في الصورة دايما الحارس بالناس اللي بتلعب برجلها كويس تمريرات طولية اسلوب لعمهم لعبه مباشر بعمل تمريرات طولية في ظهر الظاهرين للظاهرين يعني الايمن والايصر كمل هنا برضو هنا مثلا بص حداك الباك اليمين والباك الشمال فين فتحين عرض الملعب ازاي دايما في كل كورة عشان كده انا فكرت هل ممكن نلعب بتلات مدافعين مثلا يعني تخط تلات مساكين يعني الليبرو في النص بحيث ان انت تعمل حماية المعلول وتعمل حماية لمحمد هاني مثلا يعني دي برضو من الافكار ممكن تبقى في مارس الكولر خاصة لان الظاهرين فتحين عرض الملعب بسرعات ما كان بيجري رايح جاي انت على فكرة لا ممكن ممكن تستغل داية زي المباراة اللي فاتت انك لو قطعت الكورة يبقى المساحات اللي وراهم مساحات تقدر بس انا مختلف بس انا مختلف بس انا كابتر الهاني انا مختلف انا وراوة ريدز سرعته في الارتداد الارتداد أسرع السرعين من في الومنيز انهم النهار دا حبنتكلم على فريق العيب الوحيد اللي عنده معدي التلاتين سنة هو الحارس وي شولز هو المدفع الدنمارك والكابتن يعني 70% من الفريق حاجة وعشرين سنة تحت عشرين سنة مباراة عكس المباراة اللي فاتت مختلفة تماما عشان بس محدش يعني يفتكر ان انت بتلعب مباراة سهلة لا 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 دا فريق سريع جدا كمل بقية الحالات كمل ماشي دا برضو بناء الهاجم هتقلب نفسها هتلاقي برضو الظاهرين طيرين ما كان بيجري الباك اليمين والباك الشمال فانت هنا برضو دا سكولز اللي هو المدفع المميز رقم 28 دلمارك دا الجون اللي جابوه في المباراة الاولى قدام ليوني المكسيكي اتلعبت اسلوب لعب مباشر تمريره طولية هم دايما بيعتمدوا على الالتحامات والمهاجم كانت دا ملاحظ بسيول انت يعني ما فيش حتة البلد من نص الملعب يعني ما فيش نص الملعب يستلم الكورة ستة يستلمها يجريها التمانية من الوضع حدر ان الحالات هنا من مطش ليون ليون كان عامل زون ديفنس ومقف اللي بيلعب طيباً بتلاتة او اربع لعب في نص الملعب فكان منحهم لان فريق روى ردز مع الهلال فمطش العودة بواحد صفر في اليابان لا كان بيقدر يختارك وبيعمل بلدنغ اوب من نص الملعب وبس عفكرة المنافس بس هم كريم اكتر فريق عامل تمريرات طولية في دورة ابطال اسي فهم فكرهم يعني التمريرات الطولية دي اكتر هم بيحبوها بالذات حارس المرمى بيروحوا تمريرات طولية تمريرات طولية بص هنا برضو الضغط هم بيلعبوا بأربعة اتنين تلاتة واحد رقم تمانية اللي هو كوازيمو وكانتي وكايتو واكوبو الاربعة دول ده في اسلوب الضغط احياناً بيدغطوا عليهم ممكن تدلحهم اول حرفين تمام هو هنا لما بينزلوا تحت الكورة بالأربعة اتنين ده اسلوب تنظيم الدفاع بتاعهم بيدفعوا بشكل كويس جدا بص هنا برضو نفس الضغط كمل قلب الصور على طول هنا هنا شكل الضغط هنا بقى خطورة الجناح اليمين اللي تكلم عليه كريم اكوبو ده واحد هنا هلابدأ بمعلول ولا الدبيس هاكرارها تاني هنا سؤال مهم ولازم حسين الشحات لو بدأ قدام معلول يرجع لان اكوبو الجناح اليمين من اخطر اللعيبة في الفريق ده اللي هو رقم واحد وعشرين انا عايز اجابة على سؤالك ده اعتقد مرسل كولر هيبقى حاطت في دماغه ماتش سيراميكا يوم الاثنين ماتش سيراميكا يوم الاثنين انا انا يمكن واخلال الحلقة بقول ممكن جدا يكون فيه تغيير ثلاثة اربع لعيبة في الموراكاية اه يعني هو يريح لماتش سيراميكا انا اعتقد ان ممكن جدا يكون علي معلول مش موجود ممكن جدا يكون امام عشور مش هيبدأ يبدأ بقى اليو ديونج وارد جدا انه كمان يبدأ بطهر محمد طهر يعني دولة ثلاثة لعيبة او افشا يعني افشا ميزل الشرط التاني ممكن اكرم برضو يروح نحية اليمين بالزبط لان انت ممكن جدا يعني حتى على المستوى البدني ممكن يقولك قدي الناس اللي ما لعبتش يعني كمان اعمل تنشيط اه تنشيط وانت عندك كمان خصوص الكله ريب يعني اه بالزبط محدش رجلي بعيدة عن الملعب بص حضاك اللعبة دي ده رقم تمانية اللي هو الجناح اليمين بص يبص على الجناح ده الجناح الشمال بيبص على الجناح اليمين اللي عابنا اكوب وقطع له هم دايما بيعتمدوا عليه في التمريرات انه هو بيلعب في ظهر الدفاع في السرعة هنا لو لعبت ادفاع عالي اي فرقة هتلعب دفاع عالي قدام الفرقة بص دي خطور خطر خطر لانه هم سرعة واليابانين ممتازين في حطة السرعة بص هنا التمريرات اللي ضربت الدفاع دي لأكوبو اللي جي قدر انه هو يستغلها انا هديب بص حيط على على أكوبة يا كابت الاسلام انه أكوبو بيختارك بشكل شبيه لمحمد صلاح ما بين المساك وبين الفول باك اوكي ما بيخرجش ما بيدعبش عالطار مش لعيب خط يعني لا هو مو كده بس هو هو بيخش ما بين السردباك اه وانت كده مش هو خباء لك هب المساحة وزي ما الصورة اللي جابها بالزبط سابت فدي نقطة مهمة جدا تفرق مع الجهاز الفنين الاهلي في قرار انا هبدأ اوقف دفاعي فيه على معلول او كريم الدربات السابتة والركنية متحفزينها بشكل كويس فرقة يابانية اه هنا هنا الدربات الركنية اللي هي طريقة القطر اللي هو الخمسة مارجع سواني متجمعين خمسة واحد اتنين تلات اربعة خمس لعيبة وفيه واحد واقف قدام الحارس عشان يعمل له بلوك يمنعه يعني خمسة واقفين هنا واحد قدام الحارس فانت لازم لازم الدربات الركنية تكون مذاكرها بشكل كويس خاصة ان الاتنين المساكين الكساندر سكولز طوله متر تسعة وتمانين وماريوس النرويجي متر أربعة وتمانين هم اطول اتنين اللعيبة في الفرقة فالاتنين المساكين اللي هو تمانية وعشرين ده اللي قدامنا في الصورة بالزبط بيلعبوا عليه دايما لازم يتعامل عليهم مان بشكل كويس في الدربات الركنية الدربات السابتة برضو متحب يعني واضح ان هم بيذكروا بص هنا أربع لعيبة في الدربات السابتة واقفين عشان يمنعوا الحارس ممكن فرقة توقف اتنين بس فرقة توقف واحد بس مع الحيطة لا ده موقف أربعة أربعة عشان يعملوا بلوك للحارس ويقدر انه هو يشطه على فكرة اللي كان بيشطه ده اللعيب البديل أليكس تشالك رقم 17 عندهم اتنين هولنديين مهمين في الدكة رقم 17 وبريان رقم 9 جناح ومهاجم اتنين هولنديين بس كبار في السن شوية تعال نخش بقى في انقاط الضعف ارجع بس للصورة اللي قبلها هنا الفرقة دايما زي ما قلنا الزاهرين طيرين وفتحين عرض الملعب عندهم مشكلة لو انت قطعت في وسط الملعب الكورة زي ما كنا بنشوف مروان عطية لما بيقطع بص الباكين فين مش موجودين في الصورة اصلا اذا انت هنا لو دايعت المساحات وقدرت ان انت تعمل تنظيم دفاعي بشكل كويس وعلى لعيب تاعة الكاونتر قدتك قدام فرقة زي دي انا شايف ان دي الطريقة المناسبة ان انت تدايع المساحات خاصة ان انت حالتك البدنية ممكن ما تسعفكش قوي انا دايق المساحة والعب على الكاونتر رأتك زي ما عملت المطش اللي فات سواء حسين الشحات او بيرسي تاو من هنا بص هنا هنا يقدر اللعيب اللي هو اللابس اخدر نحية الشمال واللابس اخدر نحية اليمين يقدروا ينطلقهم صحة فاضية خالص مفيش باك رايت ولا باك لف بس لازم تتعامل بشكل اسرع لان الارتداد عندهم سريع قرارك باسرع شوية تتعاملهم مع نفس الملعب اكتر ما تستنيهم يروحوا ملعبك وتقطعوا ملعبك تلات صور لا هاتلي صورة اللي فاتت يا سامير لو سمعت اللي فاتت اه دي على فكرة هو ده لو جري لناحية الشمال ده فاللعيبة كلها هتتحرك كده فحيبقى اللي جاي يجري نحية اليمين ده رايح للجوم فاضي لو اتلعبت له صح يعني فاهم قصدي ولا مش فاهم دي عايزة يا اسلام الشطر هو اللي عملها يعني بقى كده يعني قصد حضرتك رقم 14 ده مثلا هيزق عليه هيرقى هيرقى يفش عليه ايواقنا قصدي كده فحيكمله ورا بعض فحيكمله فهيكمله هتلاقي الحتة دي اللي فضيت من ناحية الشمال تبقى فاضي ترحيل هو طبيعة ترحيل ترحيل كده ترحيل كده هتلاقي اللي هيعمل الأوفر من ناحية الشمال هيعملها لو عملها صح ده جون صحيح جون ولازم يبقى فيه تكبالة كمان يعني انت لازم يبقى الناس تزوء جوه الثمانتاشر بعدد يعني صح نكمل تفضل هنا برضو الكرة تقطعت منهم في وسط الملعب هنا برضو الباكي اليمين والباكي الشمال فاتحين بص كمل هتصورة البعدها هنا بص تلاتة على اتنين لما تقطعت منهم تلاتة من الفريق المكسيكي على اتنين من الفريق الياباني فانت هنا الهجمات المرتدة لو قدرت تتنظم وتعمل نفس الشغل اللي انت عملت والماتش اللي فات تقدر ان شاء الله تعمل تكسب بإذن الله تجيب برونزية هنا بص حدك علامة الاستفام على الباكرايت هو فين اه ايوة يعني هو فيه الاستفام يعني اه معلق معلق قدام هنا تقدر المساحة وراء وراء كبيرة جدا لانه هو اصلا في البلد اوب لما تكلمنا على البلد اوب هم بيجروا بيعد نص الملعب بيعد نص الملعب فبتتلعب له هنا الباكرايت فاتح خالص وهنا كانوا برضو تتلعبت بص المساحة يعني دي ده انفراد اصلا ضيعها المواجب كمل كان يقدر يسجلها اصلا بس اتأخر هنا لازم يكون فيه سرعة في القرار لان الفريق ده مستو عن الفريق اللي احنا كنا باللعب والبرازين سرعة جدا سرعة الارتداد رغم ان هي مشكلة عندهم عندهم سنة بطء شوية في الارتداد بس هم سرعة يعني ايه تمركزهم هو اللي عامل المشكلة ان هو دايما بيبقى الباك رايت معلق او الباك ليفت معلق فدي اللي عاملة مشكلة عندهم هنا الجون اللي جابه منشستر سيتي ارجع الجون الاولاني منشستر سيتي النهاردة برضو في المساحة في ظهر الباك ليفت رغم ان هم كانوا مضيقين المساحة خالص قدام منشستر سيتي النهاردة منشستر سيتي كان بيلعبهم في رصف ملعب قوالتي سيتي هيختارك مهما انت تعمل اقدر السيتي برضو بص التمريرة دي من ووكر هنا اللي لحظاتك كنت بتتكلم عليه كابت الاسلام التمريرة بتاعت ووكر لكوفازيتش بص هنا الباك رايت فين معلق قدام خالص قدام فرقة زي السيتي خلاص بص الباك رايت لسه مرجعش قدر ان هو رحل في مساحة في العوم كفيدات قدر ان يسجل منها كوفازيتش اول اهدافه مع منشستر سيتي طب حلو جدا دي كانت اخر صورة معنا ارقامهم بقى في دولة ابطال الاسيا وفي الدولة الياباني فضلك تمام لو نجيب الارقام ونستعرض ارقام فريق راواردس ولكنه في مجمله فريق جايد فريق سريع فريق سريع طبع ارقامهم في دولة ابطال الاسيا الفريق لعب ست مباريات احرز اتناشا الهدف طبعا نسبة عالية من الكامعة بنسبة هدفين في المباراة الوحدة لكن برضو فيه رقم سلبي وهو التسع اهداف برضو ده رقم كبير بالنسبة لبطال قارة عمل كلينشيت مرة اهلا بس في البطولة وهدف الفريق طبعا خوسي كانتي اللعيب الغيني كنا عليه اربع اهداف وهو طبعا اقصى محاطة عن مربع طبعا خوسي كانتي سعطوش الهدف الفريق بصراحة دولة ابطال الاساسية كان مميز للغاية طبعا نشوف برضو تكملة ليهم هم الاقصى المدافع صحيحة مدافع ده المارك اللي سابت تتكلم عليه والاقصى اصناع للفرص تاكوية عشر فرص ده الباكلفت الاحتياطي عشر فرص فريق طبعا سيئة للغاية فريق منظم جدا واعتقد ممكن برضو نقولها يا سابت انه لا يفضل لا يفضل الضغط العالي كتير ما تدهمش مساحات كتير لا يفضل يعني افضل تلعب تلتين ملعب وعلى فكرة ضربات الركنية للنادي الاهلي ممكن تكون سلاح الفوز لان الفريق ده معندوش غير تلت لعب بس اطوال القامة اه احنا ما عندناش احنا عندنا عبد المنعم عندنا يعني ما عندناش اطوال الحقيقة كمان قدام نكمل نجيب الاركام في الدور الياباني اركام في الدور الياباني سليع جدا هما الرابع هما نهو الدوري في الرابع الدور الياباني نجيب الاركام سريعا نبص نلاقي إن هم لعب 34 ماتش كسبوا 15 اتعدلوا 12 خسروا 7 أحرزوا 42 هدف 34 مباراة واستقبلوا أهداف 27 هدف نكمل هدف الفريق برضو المهاجم الغيني اللي هو بلعفه منتخب غينية خسي كانتي جاب 8 أهداف والكساندر سكولز اللي هو المدافع جاب 7 أهداف منهم 6 ضربات جزاء لازم الشناوي يتفرج على أماكن ضربات جزاء لالكساندر سكولز الأكثر صناعة للأهداف اتو اللي هو لعيب الارتكاز وده على فكرة لعيب الوحيد اللي بلعب في منتخب اليابان اتو اللي هو في وسط الملعب عامل 5 أسست الأكثر صناعة للفرص ايوة 48 فرصة دول الاتنين اللي في وسط الملعب اتو ايوة الأكثر محاولات على المرمى خسي كانتي 45 محاولة المهاجم الغيني بصراحة جميل يبقى عندهم مهاجم هدف الدوري وهدف البطولة القرية وإيه أكثر محاولات على المرمى يعني بخطور ماشي أنا بس حبينا نحن نوري حضراتكم قد إن هذا الفريق هو فريق جايد جدا ليست مباراة بالمباراة السهلة برضو زي يعني فالمباراة مش سهلة المباراة صعبة لازم تركز لازم نساند وندعم خلال الفترة اللي جاية شكرا جزيلا يحمد على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شرفتونا ونورتونا وكالعادة بتنتهي هذه الحلقة في بعد أرقام كثيرة جدا وأمور كثيرة جدا تخص فريق روى الياباني هذا الفريق الجايد جدا خلي بالنا احنا اليومين اللي جايين بنركز بس على هذا الفريق لإنه مباراة ليست بالمباراة السهلة كل التوفيق للنادي الأهلي في المباراة القادمة أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وكالعادة نلتقي غدا وحلقات جديدة من الأهلي في المونديال كابتن أهلي شكرا الإسلام دي كانت نهاية حلقتنا إن شاء الله مع حضراتكم بكرة من جديد والأهلي في المونديال تصبح على خير